لماذا تخصص في هذا المجال؟ أولاً يوجد المساعدة سهلة و كنت قلت بموزيرة العدد أننا جبرنا للمختارين على أنهم يقبلون الفيديان لقلنا منطيقياً، من قدرش أن تقيق هذا الهدراك و شنو غا يديروا من غير هذا؟ ما عندهم ما يديروا كنت سمعت أخراً، نقدر واحد تحقيق من مجلة أو من صحيفة الـ Guardian البريطانية لأن هناك شركة إسرائيلية تقوم بالقرصنة والتلاعب والانتخابات في أكثر من 30 دولة و ما هذا الشيء بالصح؟ هذا الشيء متعرف، زي ما معروف معروف عدد المختصين و معروف حتى في العالم كانت دارت تزججة كبيرة و أخر مقاوفنا في نفس الكونتكست المغرب حالياً مؤمن قد نخاف غد دولة بعد غد دار الجزائر تهيت وليد دار عمليات القرصنة كيد دارو؟ كيد دارو، نحن ندكتوه و ننبهو بعد مؤشر تقوم بالجزائر، و أغلبية الهجمات من أين البلاصة يأتي؟ كيف يكون من دول متعددة؟ مثلا؟ كيف؟ في إطار جلسة عمل مع نائب رئيس واحد دولة كبيرة في الأفريق في أفريقيا ما هي؟ و الأجهزة الأمنية في المغرب؟ لدينا أجهزة الأمنية؟ لا يمكنك أن تختارك قبل الماضي على الإدارة لأنك الرئيس هل تحضرني؟ لا تتزاعدك؟ كيف يدرت إليها؟ كيف يدرت إليها؟ كيف يدرت إليها؟ كيف يدرت إليها؟ كيف تدرج؟ أشياء من المغرب الحميد؟ ماليزيا كنت إتنهار مع السفارة؟ هو قبل الصفارة شنو كتيكت ذهر قبل ليب بيتي شنو كتلفتين يا عمي جري حيتي لما جريتيش ركي اللي كي جري وش كتعتقت بأن هناك قيود تؤثر على حرية الإعلام داخل شبكة الجزيرة وشنو بليك في دكش اللي وقع الصحفي المتعلق عم تصمد ناصر داخل شبكة الجزيرة أخ ناصر كنعرفه معرفة شخصية وصدق عزيز عليها وفي مكان مشي القطر كن طلاقها كي جي المغرب كان طلاقها وبنزفت الناس من كبار شخصية في قطر أنا كنعرف أنهم معجومونش للحال بيتقول لي يا كيني اللوبيات كيتحكم جزائرية كيتحكموا في وسط الجزيرة ما شي كيتحكمون كينتضغم والموسم الثالث مبرمج طولتاوكس رحلة وعين مع كل ضيف وضيف هاتي الحلقة الأستاذ عبد الحميد العالمي مرحبا بكم سيد عبد الحميد وشكرا بزيار حيث قبلت الدعوة بجدوز معنا في برنامج طولتاوكس شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة سيد عبد الحميد كيف ما كان عرفو عليك أنت الرئيس التنفيذي لمجموعة مختصة في الأمن السيبراني في الطاقات المتجددة وفي النعيش العقاري وأيضا مستثمر حاصل على شهادة الماستر للتكنولوجيا بالمعهد الوطني البارد والاتصالات بمدارة الريباط سنة 2009 وخات تعود لنا على مسارك الدراسي من الباكالوريا إلى شهادة الماستر وعليش اختارتي التخصص في مجال التكنولوجيا شكرا سيدة أسامة صراحة أنا متردس في تلبية الدعوة قلت لي أنا شاب صحراوي وعندي كميسيون ديالي هو نشر الوعي في المجتمع المغربي فصراحة يعجبتني الفكرة وعجبني الكنسيبت فليهذا كنت سعيد أنني نحضر معكم نكون من الطيوب لكم بالنسبة لي أنا حصل على شهادة مهندس دولة من اليمبيتي اللي هو المعهد الوطني البارد والمواصلات اللي هي أول مدرسة مهندسين كنت شرف بالرئاسة الخرجين ديال المهندسين دياليمبيتي اللي منها عدد من الناس اللي هات قدروا تعرفوه بحال السيد الوزير السكوري بحال عدد من الفاعلين الكبار في مجال التكنولوجيا في المغرب وخارج المغرب وكين عندنا كافاءة الحمد لله اللي كان فتخروا بيا خارج المغرب في هذا المجال بالنسبة للكرسيس ديالي فأنا يعني منتوج ديال المدرسة العمومية في المدرسة؟ بالنسبة للمغرب دونك قرأت في في ديالستات دونك خديش الدوق ديالي ومن بي الأمور اللي تقدر تنفع سالشباب زعمال اللي متابعين ديالحلقة هو أنه مثلاً أنا كنت في واحد كنت دير سيونس ما دير العلوم يعني رياضية وكنت جبت نقطة يعني تحت عشرة في الفيزيك وهال تحت عشرة في الفيزيك وش كان خطأة صحيح ولا ما عرفتش صراحة دابا معمري ما مسؤولت كنت نغمى موخصين سؤول ما مسؤولتش ولكن هذه النقطة وخجبت يعني المنسيون في الباك ما خولتنيش أنني ندخل المدرسة التحذيرية المبالي كلاس بخيبة فأطريت أنني بسكو يعني أي واحد كيكون دير سيونس مات كيكون بغي دير مهندس دولة لأنك عرفتي كانت عندنا بحل موض وحتى دابا كنظن باقة يعني الناس إما كانت في طبيب ولا مهندس دولة تمشي لهذا المصار ذي للمدارس المهندسين هو أنك هو أنك يعني تقراف هاد الكلية دي العلوم التقنية واللي من خلالها إذا كنت من الأوائل كتقدر تعود وتدوز الامتحان باش أنك تدخل لمدارس المهندسين فهو هذا اللي كان وقع هو أنني دخلت لفستي وكان خصتي نكون من الأوائل باش نقدر ندخل الكونكور فأنا اللي كان أعقل عليه هو أن يعني يشوف كين حاجة أنا كان آمن بها هو الخدمة أنا ما كنت أمنش بأنك عاجة كتجي من السماء ممكنش كتتوكل على الله كتتخدم مزيان ربي كي يجيب تيسير فأنا دبا كان عقل أنا مثلا فأحد العطلة دي العيد الكبير دبا راه قريب نيس يعني ما كنتش مشيت للدار ما كنت مشيت للدار وبقيت مع أصحابي اللي هما من أفارقة من مالي من هذي لأنهم ملي بوحدهم اللي كيبقوا في المدينة دون كنت بقيت معهم وكانوا ما كنتش عندك باش ترجع؟ لا مشي مسألة ما عنديش بشر كنت خصني ما عنديش عفت هذه البحر أمامكم والعدو وراءكم أنا بالنسبة لي خصني نوصل وحد الوجيكتي في كوت 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 دونك أنا كان وقربوا الامتحانات هذيك العطلة من بعد العيد كان غيكول الامتحانات كين الناس اللي اختاروا أنا غيبش عيد مع هائلتو وخصو ينشاط وخصو يرتاح أنا بالنسبة لي هذيك شي ما ماشي أولوية الأولوية عندي هذي الساعة هو أنني خصني نجيب الكونكور وبحلقتي نعود نتياقف نفسي أنني يعني وقع مشكل وما نجحت وما مشيت اللي كلاس بيبا ميخصني ندخل المدارس المهنديسي فقلس هذه الخمسطاش يوم كانت تصعيبة عليها نفسية لأن بس قلس والناس معيدة وناشطة مع إيتها والمدينة كلها خوية اللي كيعرف الساعة كانت خوى من اللي كيكونش الطالبة فقالس أنا غيرت أنا والأفريق اللي كنقولوا إحنا أفريقا إحنا أتحنا من أفريقا إحنا كنزع مع تعبير ذيالنا فهم كينعسو تقريبا أربعات السواعة دوقيت اللي كنت معهم أنا ماكسيمون كننعس خمسة السواعة وكن منضل خدمة الخدمة ما مكينشة غير القراءة والخدمة إذا كنت تتحدثوا لك معهم جيشت ماء معهم ضيغ صديق دياللي جعلوا على المستوي الجامعة وأنا جيت أنا الثاني من ورا وواحد معانا كان معانا في الدار مسكين تخلخل في عقلو فأنا كما قلت لك أنا كنت كان يعني كان وصل للطب ديالي كان نعس خمسة سواء وكنخليهم وراي وكنقع حسبت أني بالضامير لو عمرك حصيتي بأنه حقلك تبلوكة في شيء نعم كانت تبلوكة كان في قوة نخدم حتى تبلوكة كان عرفته حاجة كان عرفه الماكلة ووصلة صافي ما كان ندار مع أحد ما كان نشوف حد نفسيتك كانت صعيبة كانت صعيبة ولكن نشوف نحن نريد أن نرى الأزل نحن نرى الأزل نحن يقدم في عطلة لذلك وستقتدرد على هذه المارسة من غزة كأن النجدة حتى تبلغ الأزل هي التي تتعلي الفرق بين الناس سيحدث عن إنه أعجبني عن طابل أن شداد يود أعراب قال له إنه بعدها كنت صعبت عن إتماما قال له أنه اشجع العراب قال له أنك إنه عد أصبعي هو يعدي أصبعه حتى يعدو وعن طابل أن شداد يعد أصبع الآخر يقعوا عضيهم عضيهم زيارهم أولاك الأعرابي ويتلق ويقول له حيث في لقاغ اللي كي يربح هو اللي كي يقدر يصبر اللي كي يقدر يريزيستي تلخر لأس كتلقى الحرب النفسية لأن الناس كنا كنتألموا في القرآن تقول الله عز وجل إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون يعني في الحرب ما بيننا وبين العدو راه هو توتي تألم ولكن الغالبا لما اللي غي يصبر ويبقى للأخر اللي غي يصبرت للأخر ولا كي يربح حتى حياتنا في أي تحدي رك في حرب ديجأ أنا في منطق ديال حتى من نصلوا لها مثلا منطق ديالي مع المال منطق ديال الحرب لأننا تقولك هو المخ ديال الحرب هو الفلوس فده إلا ما كان شرائد الأعمال ورجل الأعمال كي يمشي في التعامل مع البيزنس بأنها حرب مع أمرهم ما غير يدير شي حاجة ما كيش هذا شي صافت الفلوس ما تجيبها تتكون حار متى بيانسير الحرارة يعني بالبرانسب وأنك ما تضلمش الناس ما تديش حق الناس ولكن خاصة الحرورية في الكمبيتسيون الى ما كنتش حار وعندك واحد لكسيلنس واحد انفالوغئينك ما تقدر تديرتها شي حاجة في حياتك وبعد توصل لدى الحرورية خاصتك تكون تزديم ديزيطاب تكون ونتي وليتي أسيماتيوهدي ما علينا رجعوه فكيما قلت لك بقيت مثلا فذيك العطلة الحمد لله دازت لأنه شوف ديما انت باش كتواسي رسك وأنا كتعرف أن الساعة ديال الساعة ديال الشدة ما كتدوم الساعة في الدنيا ما كتدوم لا الشدة كتدوم لا الراحة كتدوم دون غير انت اختار إما كتفكر مني كتكون في الساعة الشدة كتفكر أنك غدى غدي تنجح وغتكون عندكو حد لدى ديال أنك درتي شي حاجة في حياتك ولا غتقام رتاح بحال الناس كون لهم هذا القرص وصلت ومدرتي وصلت إلى واحد العمر ومدرتي تأتي حاجة وركب حالك بحال الناس فدب أنت لحياة اختيارات اللي كانت تحمله المسؤولية ديالها من بعد وكانت تحمله النتائج ديالها فدبا الإنسان خسوتي ما يستحضر هذا المنطيق هذا فكيما ذكلك معلنة دونك أنا الحمد لله يعني بعد توفق الله كيما قلت لك أنني هذك هذك عامي بعد ديالستطات أنا لم أعقلت على رسيل عندي أصحاب لم أعرف كيف حدث غير تنقرأ تصلى القرايا الخدمة حيث أنا يعني ربونا والدينا ما كان رضوش فهمتي ما كان رضوش نفسي ما ترضوش أنا كيفش هذوك قرأوا معاي وما غيروا وليزي كل دانجينيو أنا ممشي ما ما تسرطاش لي ما تسرطاش لك حيث لدي نقطة أقل من عشرة في الفيزيك أقل من عشرة في الفيزيك صراحة ما عرفت أنا غطأت زي ما أنا الغلط مني ولا أنا كنت خطأت صحي ما تل ممكن تبول فيغسي هذيك الوقيت فما ما سولت كنت كتقرأ مزيلا كنت كنقرأ نغمال ممزيلا فما عرفت وشيك ما نقدر من كون أنا دبارة حال عشرين عام تقريبا فما عقلت بالضبط باش نكون معاك صريح ما عقلت شنو السببب حقيقي وراء هذيك النقطة كان عندي الحق أنني ندخل نشارك في الكونكور الكونكور دياليان بيتي هي أول ندرس ما هذيك في المغرب فالكونكور ديال هذيك تكون بحل دباناو خجي تاني في الكونكور كان 300 واحد غيهزو منو 16 واحد كيدخلو لكلاس بريبا بعضا كياخدو عادو كيدخلو عادو كيدخلو 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 دبا باش تفهم دبا الكونكور لهيين بيتي الميال والثقتين كانوا يجبون من الخارج من النقطة وهذا كانت لموزة الموزنة كانت الموزنة لكمنتائها لكي يجبونها في الشخص مثل هذه الموزنة قمت بـ16 أو 18 تمت بأخذ الموزنة كانت doinاتي وقتلت في الشخص لذلك قمت بشأنها لتعاملت الموزنة سوف أدخلت الموزنة وقمت بكاتلة الموزنة لكن كانت لتعامل الموزنة ويحل لديك الإنجاز اللي عم بكله مبارك وأنا فرحان وراضي على نفسي لأنني قمت بعمل العمله وصراحة نحتف من اللي كنت أحس براثك درتي شي حاجة لأن غيرتك توصل لين بيتك تحس براثك صافي تعزلتي ديجا ديجا كانت عبدالله نرتي تقريباً تتخلص مليون سنتيم كل وقت تلميذ في الشهر يعني مصاريف دي الماكرة ديالو دو كنا فكو حد لكو فوغ زوين هدو شي في المغرب كنقولك مطغصة عمومية كان فيها تقريباً كنتي كتسكنوا فابور كل شي فابور بيانسور كنتسكنوا فابور عدنا كنتسافروا عدنا لزيكسكورسيون ديالنا دايورنا في الين بيتك أنا اللي نظمت الوايج بخوموسيون الماليزيا كانت تقطع تقريباً عشر سنين كان آخر مرة وقيلها مع شي مشو وكانوا نصفوا على ذوك الجمعية لأذوك الكوميتي اللي كانت بغا تنظم كانوا نصفوا عليهم شي وكلة أصفار فتقطع تقريباً عشر سنين من اللي جيت أنا بتوفيق ديالله كنت وفقنا كان معي وحد الفارق أنا اللي كانت رئيس ديالفارق ونتضمنا هذك الوايج بتنسيخ مع السفير ديالالماليزيا جيتمو يعني كنت نصفوا مباشرة مع السفير ديالالله رحمه وراتي وفادابا ومشينا لتمو ستقبلاتنا العائلة الماليزية وكانوا كبرو بينا لأننا بالنسبة للماليزيين احنا ولاد نبي العرب بالنسبة للماليزيين والاندوليسيين احنا كي يقولونا ولاد نبي انت من الينباتي وانت مكريي دي كونتاكت وخا عندي سؤال انا يولا كمان سبحان الله دمانعت تحضرت القاضيات فكرتها وجيستمو من هذك جيستمو أنا جيك دونك الحمدلله قرينا تخرجنا خديت شهادة متياز في الينباتي وفاشكملتش منتها خصوص بالطبس؟ قبل ما انت خرج مليون بيتا عيطت علي اشبيل الامريكية قرينا خليك بايني نخدموكم معنا قبل ما انت خرجت انت خدمت انني شافوني انني درت هذك الويج بروموسي علشان ندبه في المحاضرات دي نقول الشباب راح ندبه انت كمهنديس مثلا احنا اللي انا بغيو منك هو تكون عندك الديفلوبة واحد الملكة ديال تحليل منطيقي قليل عندك هذك المنطيق زوين نقي هذك المنطيق اللي محتاجين احنا وشنو محتاجين معاه؟ لكاليتي ايمان حيث دبا انت سيدي اسامة بغينا نخدمك في واحد ليكيب دبا انت بغيت نخدمك معي في الشركة في واحد ليكيب ماذا اهم حاجة عندي؟ خصك تكون تكنيك مو مزيان وخصك تكون ايمان مو مزيان حيث إذا كنت حاجة خلّة من حاجة بغت تخدمي ليه إذا كنت تكنيك مو مزيان وامان مو مزيان نقوم بغينا نخدمي المشاكين مع اللي يخدمين معك نقاناك نحلف المشاكين ما يمكنش ولكن انت تكنيك مو ماشي قابل ما غتقدرش تدري فريلي ليساك ولكن قدر نتعلم معك لانا قدر نساكري فيه بالكوتي تكنيك ولكن ما قدرش نساكري فيه بالكوتي إيمان وغولاسيونال الانتليجونس غولاسيونال وكومينكاسيون فهاتتعش أنا كنقول دبا المهندسين الطلبة في الطيب كل شيء دبا اي طاليب ولا اي شاب محتاج لكومينكاسيون ولي كالي تأيمان ومحتاج للأخلاقيات لان هات الأخلاقيات هم من يجعلونه ينجح في حياته للعملية للمهنية للشخصية لكل شيء انت اي لك انت كتعرف تهضر مع الناس دبا هاد الانترناشنال ليدرس هاد الانترناشنال ليدرس هاد الانترناشنال ليدرس اللي كتشوف في العالم مثل الرؤساء الدوش كيديرو انا اتواصلوا مع الشعب ديالهم بسيان كي عارفو يهضروا كي عارفو يوصلوا الاخر كي عارفو انه يخليوا شعب ديالهم كي يتقفيهم بحال دابا مثلا واحد الوزير رياض الصحافة تركيا كانوا قالوا لك اي شنو قلوا شنو شنو غيرتك يعني اي شنن معيارة بالخيلة لك تعرفها كفلتك نجحتي في المونضى ديالك في الوظيف المهمة ديالك فدى الخمسة سنين قلت للمواطن تركيا كيف يمكنك صحة لك في تركيا وقلت لك أن أراها جيدة بالنسبة لي أستطيع أن تخدمها جيدة كيف يمكنك أن يصل لها؟ كيف يمكنك أن يصل لها؟ قلت للمغاربة كيف تجيك الصحة في المغرب؟ لا أعرف كما قلت لك سيدة أسامة لقد عملت مع أشبي وارتقيت فيها مسؤوليات وهذه وستفدنا كأشبي كانت مدرسة فأنا نقول الشباب حاولوا أنكم في البداية تخدموا في مدرسة لأن أشبي مدرسة فعلا مدرسة لأنه لديك مدرسة ومحطين مدرسة كيف هي مدرسة؟ شركة تتعرف كيف تطور العجلة في البلاد وتجربها وتجربها في البلدان كلها ويأتي الأحوان 기에 تجرب الواجب مدرسة ومن ثم التجربة نعم هذا العجلة يقوم بالواجب من فعالد وأطفال وأطفال وفاستحول في القطار. طالب وفاستحول من المنظمات تعمل في الطعام السلطة. وفي أساسات جهازة. ما يفعله؟ المنظمات. ما يفعله؟ المنظمات. ما يفعله؟ ما يفعله؟ كل شيء يفعله. ولكن الخدمة المالية والتسويق والبيع والخدمات المبيعات كل هذه الخدمات تفهمهم لأنها تريد أن تجعل شركة ديالك كل الشركة ديالك إن شاء الله أول حاجة تكون عارف شنا هم هاد المهن اللي غا تحتاج وكل حاجة تنوى الدور ديالها إلا ما عرفتهم شنو غا تبدأ أول حاجة تنوى الدور ديالك يعني ما غا نعودوش حنا نخلقو هذيك العاجة للي شحاجة ديالك دارت نشدوها ونبنيو عليها فلنش علاش العلم 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 أنا كنقدس شحاجة سميت العلم أول آية نزلت في القرآن اقرأ اقرأ أنا في النهار ديالي ما كنش حاجة كنبقى في الحال عليها كتر من أنني متعلمش شحاجة تفيدني في خبارك سيدو أسامة دا بأنا كان قسم لك بالله ما عنديش أي أدنج هاجيس لأنني شهي نهار ما يدخلش على دنيا الفلوس ولكن أنا بالنسبة لي إياه خصني غير ندير هذيك شهي خصني ندير ومبيه الأمور المهم ما خصني ندير في نهاري أبطاق الجسيون ديالي يجي غزونس لما كان شي واحد يقدر يجريهم من غيري هو أنني نتعلم شي حاجة في دنيا ذك نهار نزيدها فراس فعلش أنا كتلقاني ديالما الناس الكعاتوني وخاتكون صغيرة وخاتكون صغيرة أنا ديالما كنسمع البودكاست ديالما كنسمع وخاتكون صغيرة في المجالي والمالي والهدي كتلقاني كنسمع للناس اللي داروا الفلوس ما كنتين كان ديرما كيش ديم يستاغ الحميد العالمي دابا مقارنة من ديال الفين و سعود كتحسب براس كأنك نجحتي لا نقول شك نجح تقول لك الحمد لله كين مزافة الأمور اللي الحمد لله حققناها تقو فينا مؤسسات كبيرة كنتصوها في المغرب وخارج المغرب يعني ما كنقول لك باتنجروب العالمي اليوم خدم مع وزارة المالية ختم يعني وزارة المالية راح تغمي المؤسسات الكبيرة عندنا في دولة المغربية ختمين مع إدارة السجون ختمين مع مع عدد من المؤسسات مع وزارة التعليم ركنت عارف الكمالة فالحمد لله كنخدمه حتى في الخارج عندنا تقامي عند مؤسسات دولية فالحمد لله بالنسبة لي أنا هذي حاجة مزيانة خطوة وكتبقا يعني تعريف النجاح توديبو على شنا هو النجاح بالنسبة لكل مؤسسة وكل أفرد فالحمد لله كين واحد الامباكت بالنسبة لي كين امباكت بوزيتيف كين يعني الحمد لله يعني اونا ديليفري دي بخوجي ونغيو ساهم نفعل جالة يعني النمو ديال هاد البلاد وديال الأمة ديالنا فالحمد لله وكنت طمحون شاء الله للمزيد بنا في التخصوص ديالك أستاذ أب الحميد أنت كنت تخصصي بالضبط في مجال سايبر سيكوريتي ولا الأمن السيبراني لماذا أختاريتي بالضبط أنا كنت تخصص في هذا المجال؟ مجال لأنه مجال أولا فيه الأغجون فاصيل الفلوس السهلة مخصصي ما نقولها ولكن فيه الفلوس السهلة علاج فلوس سهلة؟ فلوس سهلة علاج ده بان واحد بنقوله نتفال الخير شي واحد مثلا مريض بالقلب شنو أول هاجيس عنده؟ هو شنو؟ أنه يموت لا هو أنه يلقى طبيب ديال القلب مزيان ماذا يلقى طبيب ديال القلب مزيان؟ سيقول له العملية بـ 20 مليون وش ستتاوى معها؟ حسنا؟ راحياته هذه راحياته هذه لذلك تتبقى على الأخلاقية ديالك طبيب ديالقلب وش هو ستتقى فيه بالله و سيضربه قيص و سيحسب لي شيء معقول أو سيضربه اللي يبغى؟ حسنا؟ لذلك سهلة حتى عشين مليون؟ الأمن السيبراني الشريف ديالي سيرتو دابا من بعد هذه الموجهة ديالكوفيد إلا لحتي موقعات واحدة ترانزيشن ديجيطان يعني العالم الواقعي وإلا كله في العالم الرقمي العالم الرقمي أم بلس دوسا دابا كلنا في الانترنت هي اللي كانت على المتعلق يعني 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 التحرك ديال المعلومات يعني من جهة الأخرى دابا دزنا الواحد الليغ جديد مع التكنولوجي ديال البلوكشين هو يعني يعني دابا ما ولينا في العالم الفتراضي وعندنا يعني يعني يحرك يعني يعني ديال 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 ومن المعلومات حتى المعلومات من الانتحدث السنور ومع الموضوعات القتائلة في تطبيقات دولتنا مع المشاهدة سوف أدخل أيضاً العشرات على التكنولوجي قبرة على التكنولوجيا مشاهدة لأنها أن تشاهدوا بشأنها كانت جيدة ولكن صارتنا مع هذه الفاعلات وهذا اللي بزوان اللي احنا دبا يعني احنا حسينا في العالم ان الديجيطالكي سهل عنا بزاف تحويج يعني مبقاش مبقاش يعني نايس توهاف ولا ام ماست يعني شي عاشة اللي ضرورية في الحياة ام ماست توهاف فتروى ضخمة فدبا هدو غيسك هده يعني انا كان هدروع لا يعني 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 كي كي كولوان السيستم دي البلوكتشين راسيكوريزي وصعيب تهاكي نا كل شي كل شي يقدر يتهاكي حيث كتكون لاتخنزاكسيون هاشة لنك باش انك تحاول انك تهاكي مثلا ديك لاتخنزاكسيون كي خصك وخاما كيش هدو المصطرح لبا كي الكريبتاج وكي الكريبتاج انا نحاول شوية نفهم وشو صحة حليا كيال هاشة وكي ما كيش الكنترير ديالو ديال دي هاشة واحد المثل امريكي تيقولك ان دو باست دو ورس سيناريو ويلوان داي هابن اي حاجة انا نعطيها لك المستهلك بلا ما ندخل معك في لاصبي تيكنيك ان كل حاجة در اي تكنولوجي اللي وراها اللي ما هدك اللي ما نفسه كيقدر يتكتليفاي ديالا 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 تكنولوجي تغارد ديالا 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 د كبير. يعني الانجوه الهاجس الامني ولا كبير بززف العالم. لانك كما قلنا عندك الفلوس عندك مصالح الناس عندك اليدوني كل شي هتش يولى في الانترنت. كل شي هتش يولى في العالم افتراضي. كل شي غي سيكريز للك شي. مصالح الدول ده بولت في العالم افتراضي. روسيا من اللي غضبت على اوكرانيا. را وقفت الضوء دي الاوكرانيا خمسة عشر يوم. بلد كلها وقفت. بالقرصانة. بالقرصانة. حيث النظام ديال دولة خاصة واحد مختص في المجال ديال الامن السيبراطين باش يسيكو غيزين دك السيبراطين. كل شي تقدر تهاكيه وتوقف الطيارة كلها كتشريها انت بشحل ديال الملايين ديال الدولارات. وتهاكي لها غير السيستم ديالها ديال الخدمة ديالها. وهي واقفة عندك في المطار ديال ما تقش تحرك. كي موقع في امريكا في كولونيال بيبلاين. كولونيال بيبلاين مثلا هي الإكيفالون ديال لاسامير عدنا. هذه يعني تغير ان تقطاعات الامدادات ديال البيترون على است امريكا شرق امريكا نيويورك الولايات ديال الشرق. قسروا خمسة عشر يوم. ماهو دارو؟ كان هجوم ديال الرانساموير يعني شنو دارو؟ ماهو دارو؟ عطاك هو انهو كيجي كيكي يكريبتو ليدال الشركة كلهم. بكليدو كريبتاش يقولوا هدي المختاريقين يقولوا مشوفو. مغيتو الشرفة ترجعو بتخدمو بليدونا ديال كم. وصيفو لنا هدي الفلوس. فيديا. فيديا. و هدي الفيديا كيطلبو اللي بغاو. حينو اللي تخي كمبليكي هو انك يطلبو بلبيتكوين. شو كي يعني هادشي. انك انتك تخلص ومععفش نفسك يكون مخلص. وهذا المختارق من شكول لا يوجد سيستم سنتراليزي اللي يقدر يتحكم بين سيد الرئيس لا يوجد سيستم لذلك كميريكان شخص هتدير خاصة تصفت لهم الفلوس اللي بغاو ويقدر يدو لهم الفلوس ويقول الله يكون عندهم شوية ديال المبادئ ويطلق يعطونا الكليدات فده مثلا في النقاش ديالي كان برنامج خاص في الجزيرة على هذا الموضوع وكنت قلت هالي هم كانت قلت ليم وزيرة العدل انه نحن جبرنا هاد المختارقين على انهم يقبلوا من الفيديا اللي قلنا منطقيين ما نقدرش انت هي قناة الهضرة علاش انت ما عرفش هادكو الناس كونا هما ومعندك اوكين تخاص عليهم ما عندك اوكين موين دو بخيسيو ما عندك تشي وسيلة التقطع عليهم كيف تتقطع عليهم انهم يقبلوا بذلك المبلغ اللي بغيتي لا تعطيهم اللي بغاو وبيتاتخ انتي انا وصيتي خمسين ميون دولار وبيتاتخلصتي كتر ولكن غير الحفظ الماء الوجهة تقولي انا خلصت خمسين مليون احنا ما عرفناش حال خلصتي وطلبي كما قلت لك انه يكون عندهم امبا دو فالور باش انهم يصيف طرق هذيك اللي وشنو غا يديرو من غير هاد ما عندهم ما يديرو في هاد الكنتكس تكريبتو اللي دوني ما عندهم ما يديرو علاش ما عندهمش اللي غادي يحمي لهم دوك اللي دوني وليس كنغي حميهم اناش غا يدرو اتكريبتو سي تخو طا غادي حال يعني انا وصلو مثلا الابعد حد في مجال سيبر سيكوريتي مغدش كلها سيكوريتي اه 100% انا رقلت هلك دو وش سيناريو احناش كنديرو احنا كان من يميزو لي غيسك لماكسيموم ولكن هادك دو وش سيناريو كود happen one day حالا بيتقول بالتريجة ديانا كان سدو تغارات او لاتقابي ما امكان ما امكان ولكن ديما كيل جديد وخاصك تكون اوبغريد حتى هذه الشركة ديال بي بي اس ديال اكبر مورد اللحوم في العالم وكان خلصتها اكثر من اربعات مليار ونصف مغربية هادي تجارة دامين فيها كين دي هاكر اللي يدوين بيزنس ديالهم اه بلا ما نعطيك اللي دي طايح ناس اللي بدوين ديال هادشي ولكن شنو كيدو مثلا بحال ده كيقدر كينسوق هادي تغارات اللي في هاكر كيكومنين كوبيناتهم كيف يدوين مثلا ، إلا حدو احد تغارات وحد تطبيق المعينا ما يدوين هياك بحلّة قلتي هذا يحدد الزيرو تايم ومن خلال الزيرو تايم يستطيع اختارها ويقومون بها القضية للشنطاج ويقولون لها ماذا يريدون لذلك تكون عارف غير البلاتفورم فيها هذا اللوجيسيال وكتعطيها من هذا التغرق هو الزيرو دايز هو الزيرو دايز و الزيرو تايم فهذا ما قلت لك المنطقة هو هذا مثلا من الذي أعرفه وحد لوجيسيال كان عارفه انه فيه واحد تغرق كان قدره اي شركة في العالم فيها هذه التغرق رأى عقلتي من اللي كانت بيكروسو اتنيت كانوا حدو فيها عندها واحد تغرق وكانوا هاجموا كبرايات الشركات في العالم كلهم تهاجموا من هذه التغرقات تختارق ان الامور هاد شي علي شمثلا بغمينة وغو مونداسي احنا ديما اللي كنقولون المؤسسات الكبرى في العالم هو انا اننا كنقولون الله يخليكم حاولو تخدموا بال مفتوحات المصدر لأن هذه المنطقة في كل كود سورس مفتوح تقدر تموضي فيه فيه لأنك تستخدم فيه وقد تقدر فيه وتستخدم فيه يعني أنك تبدأ تستخدم فيه لهذه المختارين المختارين يجب أن يفهم منطقك عاد من خلال من يفهم المنطق التي سيحتاج منه فور كبير عاد من بعد من الخطوة التالية أنه يختارك أمامك تستعمل مجدداً أنا نعطيك قادية مزيدة عارفوها الناس هو أن أي شركة في أي دولة في العالم لا نعطيك الدول ولا نعطيك أمورها بين المختصين إذا أمريكان قبل أن شركة تسويقية مثلاً أو سويتش أو أي سوليسيو قبل أن تخرج من أمريكان يجب أن يصادق الجهاز الأمني عليهم يجب أن تسمى الباب الخلفية من خلالها يقدروا يدخلوا ويتواصلوا مع هذا الإكيبون في المكان في العالم فإذا أنت منك تستعمل أي إكيبون كوميرسيال أي دولة أعرف أن هذه الدولة لديها لكسين المعلومات لذلك ترى أن هذه الدولة في روسيا والأتحاد الأوروبي في عدد من الدول هو الـ Open Source وهذه التطبيقات التي قلت أن تكون مفتوحة المصدر كيف يكونوا في الـ GitHub لا تكسع لأن هذا شيء مهم لأننا كما قلنا نحن نقسم من الريسك نقسم من الريسك من الاختراقات أنا كنعرف واحد الحاجة اللي يبدي هي الإسكوية الإنجيكشن هي اللي كنعرف دائما حاليا ولكن أنت مولوع بهذا المجال وعندك خبرة يعني كسر من نقوله كسر من عشر سنوات في هذا الـ Domain كسر من عشر سنوات علاش من اللي كنقوله مثلا من اللي كنجبدو الأمن السيبراني ولا السايبر سيكوريتي ولا كلمة ديال هاكر المؤتل الوحيد اللي كيجينا في بانه هو أمن راغيم وانت تبارك الله عليك أنك عندك خبرة كسر من عشر سنوات في هذا المجال علاش عايطوا إلى أمن راغيم وما عايطوش اللي كنت في البرلمان أنا بالنسبة لي أنا هاتش ما كنش في شوف لي ما تقافي شيتيش على أساس أنك تنترك مختص مجال الأمن السيبراني ده باش شوف اللي يقدر يقدمش قيمة مضافة في هذا البلاد الله يوفقه والله يسهل عليه في الشيء إحنا دابا الفكرة هو أن أنا الفكرة ديالي بكل بساطة هو أن إحنا الحمد لله عندنا إنكسيلونس ماروكان في عدد من المجالات فمتي؟ وهذا الإكسيلونس خاصة تكون عندها واحد تكامل وأي كفاءة مغربية أنا كيبالية كانت تنفع الملاد بشي حاجة مزيان دولي يقدر نقول لك زي ما أخر مليش بدنا ودوينا على السابر سيكوريتي والأمن السيبراني والليزاتاك اللي كي تراه نرمامو في الشركة الكبار اللي كي في العالم حل المريكان وكذا كنت سمعت وأخرا دار واحد تحقيق من مجلة أو من صحيفة البريطانية لأن هناك شركة إسرائيلية تقوم بالقرصنة والتلاعب بالانتخابات في أكثر من ثلاثين دولة وش هاتش بصح؟ كانت حقيق في الفوركوين ستوري جيستمو كانت هذا تعليل قغدين هاتش متعرف زي ما معروف معروف عد المختصين ومعروف حتى في العالم كانت دارت ضجة كبيرة كانت داعت في كبريات الصحف والإداعات العالمية هو هاتش متداول لأنه كيف يستعملوهما؟ كيف يستعملو تقنيات بسيطة يعني الدوباب الإلكترونيك يلقى عندهم أنا كنت طلعت على هذا التحقيق كان عندهم زارهم عدد من الصحفين على أساس أنهم عملاء محتملين وكانوا داروا لهم وحد العرض للقدرات ديالهم قالوا أننا عندنا أكثر من ثلاثين ألف فيك أكاونت بروفيل موزيف بروفيل موزيف القوة دياله اللي كانت عندهم موزيفين هو أنهم كيف يبانوا حقيقيين في تويتر صفحات موزيفة صفحات موزيفة ديال أشخاص عندهم الصورة عندهم الوصف ديالهم كيف يبانوا على أنهم أشخاص عاديين وش كيف يديروا هدوهما؟ ما تديروا أنهم توجهوا الرأي العام في المصار اللي بغتها ذيك الشريكة مثلا ذيك الشريكة بغت تقول أنه أسامة طويل راجل ما مزيانش غادي غدت صباح أنت كل شي كيقول أسامة طويل راجل ما مزيانش وعليها 30 ألف لايك فمليك تجيك قمت عليها واحد بوص عليها 30 ألف لايك تقول وهي اللي ورأي العام كله تقول الناس هدو قاعد يضال منها ديسي أسامة يكن ما تديروا بالإلكترونية أنا كيترالية أو يقدر يكون الدوري دبعات كنظر أن كل شي كيبشي كيكتف لي كومنتار محاور غير ما شي في المستوى دبع سئلات ديالهم ولا كنظر مجهود وكنسوم دبع يقدر شوف دبع أي دولة دبع أجور دوي حيث كيشوفوك كتجيتي من قلمين من الكازا والتي كتصادف مشاهير وعندك ستوديو أجين تحقيك ما عندك شي شيها كتعطيك الفلوس بلاتين إذا بشوف دبع الناس بعد أي واحد دبكين عندنا للآسف وللآسف هذا شي والله إليك نهضر معك أنا متنتألم التقافة المغربية متأطرب واحد تقافة فرنسية تقافة اللي ما عندها ما كتبغيش الناجح الناجح ما كتكرهو هذا مشكل كبير عندنا في البلاد إلا ما حيدناش هذا المشكل ما نقدرش نسيد القدام دبع الميريكاني من اللي كي يجيكي يقول أنني عندي مئة مليون دولار ولا مليار دير الدولار الميريكاني كيفرحو واو إنسبايرين هذا جيد إلا جيتي إلا جيتي مغربي جقال لهم بحلقة يقولوا هذا روض الحرام شفار بشكل ديرها مثلا إلا جيتي متاهو هذا البرنامج ديالك بذلك يبين ويقولوا ذلك راح ماقرام مزيين نحن عندنا الناس ما كتبغيش نستبين هذه مشكلة إنك تخلي الكفاءة ديجا ما كتبانش إن مثلا بحل دبع إلا لحتي أنا بزيف ديال إخوان تيقولي الله يخليك ربغينا رجال أعمال يبانوا معنا ويهضروا معنا بزيف ديال الأصدقاء اللي رجال أعمال واصلين عندهم دفوقتين ديالكتر من يعني من مئة مليار ولا هذي تيقولك الشريف أنا غاديمشين هدار غاديمشين هدار غاديمشين هده شفار هده قبمار هده هده المحسوبية هده المحسوبية بيانشير راه هو عندهم زاف باش يفيدن ناس حنا كنستفدو منهم حنا أمريكا نتلقى هده الناس كنستفدو منهم شخصيا كين الحمدلله عدنا عدنا ناس قامات راه بندم راه شوف تقدر تكون واحد شويد محسوبية ولا الزبونية ولا هذي ولكن راه واحد عشرين في مياه ولكن ما تغفرش هده تمانين في مياه ديال الشطارة وديال الدماغ يعني راه كاين اللي كيكون وصل لواحد الحجر راه يكون فراسه ميتقال ولكن باش ان هاد الناس تجعوا تهدر كتولي كتقول انا اش الداني انا بايخ يا رزقايب هاد اش الداني لاد الحماق فمشين ملي كيجو كيشوف اي واحد كيجو كيهدار ويبغي فيد الناس وليش عاجل لا ده بغي يبان علينا هده عنده أجنطة هده هده فهده با احنا ده بخصنا شوف وسبح الله ناديش كيجين يهتف الدين ديالنا ده بحنا الدين ديالنا ملي كتشوف واحد عنده طموبيل ما خاصك تقول وض الحرام ما عارت كيداري لا اقول الله مبارك الله مبارك لا ارزقني خيرا منه شنو شنو ما هذا هو الفرق مبارك لا بالعكس هادش بحالك كده بارك انت بتحسدوش حيث هادك بحسد سيديني غجي نيقاتيف غد قتلك غير انت انت غاد تموتها بس موارب طموبيل تراب خير والحمد الله انت غد قتل راسك بس مو تمر رضا راسك بالعكس انت شوف واحد لينجي بوض واتبراك لو حاول تستفل منه شوف هادك سيديني قول هادك سيديني دار هذا التروى ودار هادشي راكين في عقله شي حاجة خليني لاتس فمتي تيك بنيفيت فرم هادك شي منصار دونك هو كين مشكلة تربية العقل اللوائي وليفية ولكن الحمد لله شوف حنا باش نكونوا ايجابي الحمد لله الحمد لله تحس ان كين واحد الموجة زوينة كين بزاف الشباب دابا كتحس بهم بغين يستافدوه مثلا كتحس ان كين ناس مثلا بحال متابعين السيمولايف ولا مصعاب ولا بزاف دراري الصديق دينا هادا كين بزاف دراري كين انسبروهم وحسن الوردي عدد من الاصديقاء اللي هم كتحس ان الناس بغا تستافد منهم وان الناس كين عندهم واحد موتيفاسي وبغا تتعلم وبغا تستافد مزيان فمتي فدب احنا خصنا ندفعو بهادشي شوف ان الله انا ارى مبادئ عندي في الحياتك نخدم بها ان الله يحب معالي الامور معالي الامور ويكرهو سفسافها دي ما في حياتك يخدم بهذا الشي اللي ترفع دب اخي اسامة دب اوش اللي اي اوش دب القافلة تسير والكلاب وتنبح فمتي السماء تيقولك لا يضرها نباح الكلاب واذا ما غير نباح عليها الكلاب دي الارض كلها غير ضرر شي حاجا لا فدب الانسان تي ترفع ربك يبغينا نكونوا مترفعين على بحالات شي لا تقشي تلتافي قدامك نترك غادي فمتي هذا الشي راوراك فمتي انت كتزيد سير هي بيانش رحنا كنسمعوه شوف النقد البناء دي ما كنسمعوه لأنا حلال كمالي الله عز وجل غير بنادم مشي بحار دي الحسنات ديالك بسيئة وحدة غادي وصلك هذا كل بحار دي الحسنات ولكن كيجو تهديدات تهديدات خصك اخوية تعطيهم للفريق دي رسي الحموشي باش يتابعوهم ويوقفوهم عند حدهم هات شي اللي كين فمتي الحمدودا كي الأمن في البنات فدبا كي ما كتلك هات شي اللي كين فدبا دول جاوب ديالي لهذه القضيئة نكملوا النقاش ديالنا فكي ما كتلك أنا بالنسبة لهذه الشركات مثلا هذو اللي كي يحاولوا يدير تضليل الرأي العام هات شي اللي كي يديروا كي يكونوا عندهم دي فاك أكاونت كي يوجهوا الرأي العام دبا كين واحد المشكي اللي خاسك تتعرف فمتلا كتلك الكتاب اللي كنصح لإخوان انهم يشوفوا غير الخيس دياله ولا يقراوه دبا القطيع دبا القطيع يعني العامة الناس شلو كي يحركها ماشي العقل كيتحركها العاطفة فدبا هاد الناس اللي كي يخدموا عند تضليل إعلامي وعلى هاد شي يعني دب كتلك مثلا واحد الرئيس ديال أمريكا اللي أعظم قوة في العالم حاليا كي يهضر في الخطاب ديره كي يحصلوا عليه كتار من ثلاثين كدبا وشو كيلعب ما عندوش مستشارين ديال كومنيكاسيو ما كيلعبش الشريب من أجل تضليل رأي العام رأي هرا هو غاي كدب عليك اليوم وغده وغتسمعه في سينان وفي دوتخ ميديا غتسيقه غاد قوله ديال حق وهذا كلي كي يقول الحق ومعه تشي كانال الميدياتي كلي غتسيبورتيه وغاد يسمع الصوت دياله غاد يقوله داكي خربك طوك هاد شعنش هو غاي قدر كدب تلاشين كدبه وغاد يتسيق هكاين قادية زيال لانو كي قولوو كي يسميوها بنظريت المؤامرة نظريت المؤامرة في كل كونتكس دا با شوف بززاف الناس ملي ما كتفهمشي حاجة كتقولها مؤامرة وصافي انا ما كان اعلمش بزافة نظريت المؤامرة كل شي عندو تحليلات ديالو كل شي كينو حد المنطيق ديالو الحياة غاد يبوح للمنطيق لتكركا داكي بونسس كتتفلوب باي داكي بونسس كتتفهم راكين منطيق داكي كل حاجة وكل حاجة كيكون عندها اسباب ديالها اللي انتا تقدر من البوزيسيون ديالك انك تعرفها تحليلها تعرف ولا ما تعرفاش هاد الشركة الاسرائيلية ولا غيرها كيحرك منطق المال وبتدخل حد المنطق ديال المبادئ والمصالح فدبه هي من غادي جي متا عند واحد في دولة افاقية غادي بغي متا هو بغي ينجح في الانتخابات را غادي جي غايعطيها الفلوس را غادي بشي ديال العم وغادي تاخد الفلوسية عاد يعدها تكنولوجي كتبيعة واش مبدئيا واش يعني واش مبدئيا مزيان الدردشي لو ما مزيانش ما مزيانش يدردش ولكي راوكي الدرد فامتي ما؟ واخر مقاوفنا في نفس الكونتكست المغرب حاليا مؤمن المغرب محمير راسو لحامير راسو من الهجمات الالكترونية اللي قطروا يقعوا مستقبلات واخر انا غادي جاوبك على هاد السؤال غير تفكرت واحد القصة زوينة كتعجبني في هاد القضية ديال تضليل رأي العام حيث انا بغيت الناس تمشي مع الموجة تمشي مع الموجة دبا في التاريخ ديالنا كان عجبني ان اسمع التاريخ لانا كل ما عرفت التاريخ ديال اسمه كل ما كتكون عندك استشرافات للمستقبل واستنبطت ايه واخر انا ما كنش كنحملت التاريخ من كنت كان قرام كنت كان عقل على دولي دات الف تسعمية وكدا وكيحمقوني انا بحل اي واحد ولكن من بعد مع الغوكيل ديال تجربة عرفت ان التاريخ كيعطيك رؤية كبيرة في المستقبل لان سبحان الله بزافت السنن في الحياة وفي الكون كنت تعود فدبا بالامور اللي انا كنشوف في التاريخ هو مثل كانت وقعت هذي الفتنة بين الصحابة فاش تقاتلوا الصحابة ديجا كانت عندك واحد الحاجة مثل الامور كتتألمني دبا هذي الصحابة اللي تقاتلوا اعطي ايشنو كانوا؟ ركن دبا مثل انوية كاوسة مكنت صحابة كانت يقدر يجي هذا بغي قتلك انت وكان عرض تصدري انا تقتل في بلاستك ودارت اليام وليت انوية كانت تقاتله تخيل تخيل الفتنة على سيد رسول صاحبين كانت يقولك الفتنة نائمة لعن الله من اي قضاها درجات الفتنة الخطورة الفتنة تانين وصلت تخيل هذي الناس اللي وصلوا واحد القيمة واحد الاخلاقيات يقولك الرسول صاحبين اصحابي كالنجوم بأي مقتديته مهتديته شوف هاد الناس هادو ومن اللي ناضط الفتنة والله يسترولوك يتقاتلو فدب هادشي كي يعطي نحنا؟ هادشي دروس ديال سيد ربي باش حنا نتبصروا بهم شكي يقولك سيد ربي رد بالك رلانت الفتنة فتنة يقولك تكمش من الاحسن تكمش ما تاخدشي ببوزيسيا ما تكون القضية والغبرة والهضرة اللهم انت يتكمش لا تلفتيش الدلرد مثلا معركات الجامل كان بين سيدنا معاوية سيدنا علي بن ابي طالب دابل فتنة كانت وقعت اسميته كانت ناطط وحد الرباع المنافقين والمصالح ناضجة وعند سيدنا عثمان قالوا اللي حقا انت سيدنا عثمان المعفر كتتفافوريزي العائلة دياله وكتعطي المصالح وكتا وتجمعوه في المدينة وقعتوه يضغطوه يضغطوه دخلوه وقتلوه سيدنا عثمان اللي من العشرة المبشري من الجنة واللي كان قال لي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جهز جيش العسرة قال ما دره عثمان ما فعله بعد اليوم قال لي زع ما دير اللي بغيتي في الدنيا ده قال لي بصافي ما دره عثمان ما دره حاجة من بعد اليوم تخيل أنا كنسمعها ديك المقاعة تخيل ما درعت ما ما فعله اعطاه الرسول صلى القلب اعطاه شيك على باية قد اللي بغيت هذا تخيل هذا وصلت أنه واحد الرباعة ديال السفهاء الجاهلي لأنه الجهل صعيب رأفة الأمة شنائرة الجهل أنا سيدنا علي كانت يقول لك أنا ما حاورت ما حاورت علي من إلا غلبتها ما حاورت جاهلة إلا غلبني مان هو من المنطقة تقنعوه حليه سبات طائفية عندنا والناس كتقاتل في العراق وتقاتلها حليه؟ الجهل تكون بعض يقول لهم أكي بدايت يتبوها اليوم وتموكوا يتابعينه الجهال وكان عندهم صفية دي الوعي والدين غير يعافون اشيه؟ الله وكان الرسول صلى الله عليه وسلم دين بائن وسهل المعارضت دين هو دين جداسي ديالنا هذا كنت نعرف أن الله في السماء الله هو الرزاق هو تتوكل على الله ما تتطلب الله الدين هو بسيط الدينا هو لدينا من فكاله بسيط إذا أريد أن أريد أن يعقده فلسفة تعبد الله كن أخلاقك زوينة إنما أبعدتي لأتميمة كريمة الأخلاق تكون عندك أخلاق زوينة مع الناس الدين هو الأخلاق إذا كانت نتيّة تتعي كنتنفع الناس أنا وصاحب الخلق لماذا كانت تكون عندك الخلق الطيب وكنتنفع الناس لماذا كانت الحسنة هذا وقدرتي 71 متاة للدين كما قالت لك جينا في نادة الفتنى جاء وقتلوا سيدنا عثمان بايعوا الصحابة بايعوا سيدنا علي ناد معاوية قال لي كان الأمير على العراق sansال قال لي لا أنا أنا قد سيدنا علي لأنه سيدنا علي صيف لأمصار وкамلا سيدنا معاوية قد اقتصني دم عثمان القصص هو اللول سيدنا علي قبانته لأمه أن الدولة تتمهزوزة قالوا باللاتي ما غن نفد أنا أمر الله وما غن نقتل هادو لأنهم هذو قتلوا وكانوا موجهاء في القبائل ديالهم خافوا إلا قتلهم سيغ بلاس تنضل فيتنا كتر قالوا زعما أنا هادشي غن ديرو ولكن ماشي دابا المهم الآخر قالوا لا فسيدنا علي حرق الجيش جيش سيدنا معاوية دونك مشاوا تلقوا هذو الجيشين اقفوا في المكان سيفت سيدنا علي سيفت واحد البيعتاه من الصحابة عن سيدنا معاوية بس شاك يا بالله يصلوا لما غن نقصوا لاتفاق مبدئا هذو الليلة صافي رجعو هذو الصحابة اللي كانت سيفت ندنا علي الجيشين حضر علياتهم سماعات في الجيشين ان نرى الحمد لله وصلوا لدي اتفاق بيناتهم أن نرى صافي يوقع السلح ما غير يكون شيئا ناضرت هذو المنافقين اللي كاينين في الجيش دير سيدنا علي وقالوا بها دول التافق وغيرت ينضل لنا فهموا الفيلم إذا التافقوا تسالعوا بيناتهم رغي يقتلون إحنا يلي قتلنا سيدنا عثمان وينضوا بالليل وبدو يقتلوا في سيدنا معاوية الناس اللي في جيش سيدنا معاوية اللي كيسابوا الناس كيقتلوا فيهم شو قالوا؟ قالوا هادو غضروا بينا الغضروا نهو يقتلوا نارضت القتيلة وكانت في المعركة كانت جات أمونا عائشة بالجامل ديالها وفيك يقتلوا واحد أحد الجامل الجامل ديال أمونا عائشة عثمات معركات الجامل وقعت واحد مقتلاء عظيمة في المسلمين فمن هنا كتشوف أن هذا هو الدباب الإلكتروني ديال القرن 21 هاتش يعني شك نعود لك عليها بس الناس تفهم وتستافد تفهم أن هاد الدباب الإلكتروني هكي يبقى يتحول دبا أنت مثلا دول كان واحد دول غربية اللي ضد المصالحة ديال المغرب وديال المسلمين عموما وديال المغرب العربي وخصة ضرورة لجزائر تقطنا طحية والمغرب فدبا هاد الشي خصنا نفهمه خصة شو عقد وعاسي ديال خدري كون دول إلكتروني من دول أخرى أجنبي بيانسير وعليسة الملك محمد السادس كان في الخطاب دياله وشنو قال؟ قال أن خص المغربة ما يمشوش معها هذيك الموجات التحريضية ضد الشعب الجزائري لأن احنا الشعب المغربي وشعب الجزائري احنا خوت خاوة خاوة ديما ما خصتش نشاقف هذيك الموجات التحريضية وحد النظام اللي متنفيه وحد الناس بتستفدم المصالح وبغاء ما مع المصلحتش أنها تلاحم بيناتها والمصالح والأمة تقوى وهذي من المغرب العربي يتكامل بيناته وكل مقتصاد قويته فهذا الشي ما خاصت للعامة الناس نسقت ضده معاه فمتي؟ خاصت نحنا نبعاه وأننا نحنا كم مسلمين عموما خاصت نكون أخوت على شك كانوا من اللي كان أول حاجة جادر الرصوص على سبيل الجل المدينة كان أخاه بين المهاجرين والأنصار وكانت الأوسل خزره هما القبيته الكبار كانوا في المدينة كانوا يتقاتلو واحد النهار وسط مع الرصوص ناضط الشحناء بيناتهم كانوا يبدوعوا تاني ناضطهم هذيك النزعة القابلية وهذه هو يقول لهم الرصوص دعوها فإنها منتنة منتنة قالوا فأذيك الحمية دعوها فإنها منتنة فهتي اللي كان قولنا الجزائري للغربة دعوها فإنها منتنة احنا رمي خوطهم سلمين وكل شي اللي يجمعنا كتر من اللي يفرقنا فما نصاعوش أمام هاد الدوباب الإلكتروني أمام بعض الجهلة اللي يباغين مما ماشي مصلحتهم أن هاد الناس تلقامت ضامة لكن كنكونوا احنا ضد النظام ديالهم احنا ضد أي مفسيد في العالم ضدهم هاتش اللي هنقول لك ففوالا كيما قلت لك هاد المضليلين وهات الشركات اللي كتخدم على التضليل ديال الرأي العام هذي شركات اللي احنا خصنا نردهم على البن دونك رجع للسؤال ديالك حول مدى تعميد للمغرب المغرب حمد لله عنده رؤية عنده رؤية في هذا المجال الحمد لله كن عندنا إدارة حد نخاف غدى ولا بعد غدى الجزائر تأتيت ولا يدار عمليات القرصانة كيد دارو كيد دارو حنا كنديتكتوهم وكنننبهو بعد مؤسسات كي يجوهم من الجزائر حيث عاز نعرفه السورس هذي باينك عاز نعرفه السورس من داكليبي ولا من ديكلاد غيسمات قد قدروا نعرف السورس المصدر ديال الاختراق بتحليل هذك اللوغو وحنا من اللي كشركة مواطنة نحن 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 نبهو عدد من المؤسسات واغلبية الهجمات من اين بلاصة كي يجيو كي يكونوا من الدول متعددة مثلا كينال جزائر شوف أنا ما كان بغيس ندخل في السورس فالمهم كي يكونوا اختراقات هذي ما شيء كونفيدانسي لهذا الفورماسي وانا شوف أنا كنتحفظ رك عفتي أنا أصلا باش نهضر على هذ شي رك عرفتي يعني ماشي بسهل وما كان بغيس فالمهم أنا كي يكونوا اختراقات كي يكون هجوم يعني ماشي مرة ماشي جوج ماشي هذي احنا كأسسة مواطنة شنو كنديرو احنا كننبهو كننبهو المؤسسة المعنية بحكم أنه عدنا علاقات مباشرة من المسؤولين وهذي كننبهوهم والحمد لله كيد دارك الأمور لأن حتى بالنسبة للصورة ديال البلد من اللي كنت تختارك مثلا مثلا نعطك مثلا واحد القصة مثلا ما قاعت مع نائب رئيس دولة في افريقيا كنت قلسم معاه ليه هي؟ شوف بكتصل المجال الامني هذي هي صعيبة أنا نعطك لمغاليته ديالشوز نعطك التمر ديال الفكرة وشكن هي او ما شكن هي اذيك صعيب شوية بشكل رحل وشكل دولة وشهم حاجة فدابا كيما قلت لك أنا قلسم مع هد رئيس وكنت طلبت من فريق التقنية المهندسين ديانا قلت له الله يخليكم شوفوا لنا هالدولة هاتي شنو عندهم وفي هذه الجلسة قبل الجلسة تقريبا بحد دقائق يعني تبارك الله احنا عدنا ديز اكسبير في مستوى عالي يعني عالميا هم يلقاوا أن المؤسسة ديال الرسمية ديال يعني الناتق رسمي باسم الدولة ديال هذيك الدولة مهاكي اوكي تخيل وناتق رسمي باسم الدولة اه تخيل مليلقينا هذ القضية انا كنقول لها تشارها درناف يعني داروه الفريق تخيل واحد تلاتين دقائق قبل الليقاء وانا نقول لها قلس معاه وكان معا بمستشارين ديالو وكبار مسؤولين قلت له السيد الرئيس ده بتخيل ان مثلا شي واحد بغي دير لك أزمة ديبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية غادي جيش ما غادي دير من هذ التغرى الأمني اللي عندك غادي ايدي آنونسي واحد الفيك نيوز واحد الخبر كاذب ان دولتكم تعارض السياسات الأمريكية في القارة الإفريقية وانت هذي الساعة السيد الرئيس سير عن ترامب وقل له لا راكي كذبوا علينا راهم اخترقيني أمنيا لك اتبع ان ضعيف اما اتبع ان ضعيف بزاف وعاد خاصة ان ترامب يتهيقك اما انك تقول لي فهد الكثير ديبلوماتيك لتقدر تهدد بزاف المصالح ديرك مع الولايات المتحدة الأمريكية فهنا من المدينة نستطيع اختراق أمني فهمت ماذا نقولك ان الانجير الكبار او انجير الدول يعني اننا نقول لنا روسيا وقفت بلاد أوكرانيا والتي توقف اسلحة دول تقدر توقف صناعة دول ماذا توقف صناعة دول ماذا توقف صناعة دول امثلا اي حازم تفكر عليكم ان اعتبر اسمd في المغرب لدينا مصالح امنية حساسة تجد ان الانجير الدول اذا كنت توقف صناعة دول ان يتوقف صناعة دول ووووالجهزة الامنية في المغرب اعتني انا اجهزة الامنية تختارق تختارق انا تعرف ان تقدر تختارق كما ربما اعتبر ان كل شيء ان يتم اختارق كل شيء لديها هذا الريزك ومثلا Elite تحركها شرى الكفاءة المغربية واكدنا determining في الكورة كما كان في طيب كما كان في صناعة السيارات كان في صناعة السيارات كان في صناعة البطاريات مثلا الدكتور ليزامي كان دكتور العزوزي في طيب مشاءنا كان مزاف كان طه غوي أرجى الأقمر الصناعية شوف المغربة الله سبحانك الله راح فمشي التاريخ كي يشهد اليوم فمشي فكينا شي حاجة عدنا في الدم زوينا فدبا كما قلت ليك هذا المؤسسة هذه الديجاساسي عندها فريق يتسمى مثلاً السيخة هذا السيخة هو الفريق دي الأمني يكون نخدم 24 ساعة إلى 24 ساعة يتسمى أنه يراقب عنده سيستم يراقب الاختراقات هذا هو الجيش الإلكتروني دي لكل بلاد كل بلاد متقدمة ولا تحترى من السرعة عندها ونحن بطرمية الدول اللي تشد لها في هذا المجال الحمد لله الحمد لله شركة كالشركة دي نحن نضع دول متقدمة يعني جديد متقدمة إسرائيل واه أن نريد أن نش فكما ذلك الحمد لله لدينا التكنولوجيا هدنا الأكسبرتيز الأكسبرتيز ديالك يلي خلتك مثلا تفعل ديسكوسيون ديالنا تقول ليك أنت مع السفيل الفلاني ومع الوازيل الفلاني ومع الرئيس الفلاني يلي خلتك أنك تدير هدل العلاقات كاملين حيث كما قدرت عليك واحد البحث تلقيتك في في استغرام في لينكدين مع بزافة الشخصيات المهمة والناجحة وحتمع بعض الساعدة الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين بزافة الرجال أعمل مختلف الدول رؤساء الدول مؤخرة بقى رئيس الرأس الأخضر قبل اللي ماتش قبل اللي ماتش انتبع أنك الرئيس الرأس الأخضر اللي يبناء ومعهم ديك المباراة الويدية واش الإكسبرتيز ديالك لا تقول لك ينشي شيئ شيئ أخر وقدر بتلقا السياغ دي السؤال كيف درتي لها السياء بالحمد كيف درتي لها سؤال صعيب هذا ويكي نحاول نجاوبك عليه هو شوف أي حاجة كنت بشي بتتدرج أنا أسبح الله من اللي كنت معه واحد للجروب بتتدرجة عبد الحميد وشي من اللي ماتش دبا اللي ماتش دبا اللي ماتش كنت تنهدر مع السفراء من اللي ماتش قبل اللي ماتش دبا قبل اللي ماتش دبا تقدر تقول كين واحد الملكة واحد الملكة يكما وليديك بس اللي هوم عندهم لي كونتاكس كده ماشي هاتش اللي أنا ماشي هاتش اللي ما اللي كان ساهم اللي أنا قدر نكون ساهمه وانا كما قلت لك من اللي ينبيتي أنا دبا كنجاوب على السؤال معاك آشو لانا صراحة أنا حلاكين واحد الملكة دي العلاقات وانا هاد المسألة دي العلاقات كان آمن بيها بززاف وكان وعطيها اهتمام كبير ما نكذبش عليك يعني كان MVC يعني كما شوف تحجمك تجي هكاك اي حاجة تجيب الخدمة انا هدول منطقة ديالي في حياتي اي حاجة تخدم عليها فانا العلاقات من شحال هذي؟ لا يغانتك كي ما عرصي انا تخدر السؤال في نتسعود ديجا عندي علاقات مع صفراء كنت عامل معهم كيفاش كيفاش مثلا مع هاد السفير لانني بحكم انني كنت ناشط في العمال الجمعوي مثلا كنت انا ممبر في هاد المكتب ديالطلبة مثلا ديالي M.PT كنت انا اللي رئيس ديال هاد الكلوب هاد النادي اللي غاد يدير هاد السفر للخارج فهذا خلا نعطاني واحد الاطار اللي هاد نهضر مع السفير لانه مثلا غاد تهضر مع مسؤول غستكون شي حاجة علش غاد تهضر معها غادك المسؤول معروفة بيانسير هاد شي كي يساهم يعني حتى وغير كي ما قلت لك انا يعني كين واحد الكنتكس ده بجيني غال ما نشوف هاد الناس المسؤولين إلا كان عندك شي حاجة اللي عندها اللي كات اللي فيها عندها وحد القيمة انك غاد تهضر معهم عليها فهم مره غاد تقدر توصل لهم إلا كانت عندك معه شي مشترق شي حاجة هاد غاد تقدر توصل لهم معلينة ده مثلا احنا في M.PT كي ما قلت أنا هاد مسألة واعي بها من نشحال هدي واعي أن العلاقات شي حاجة اللي مهمة عند رائد الأعمال في النجاح دياله وفي حياته فهمتي؟ ماشي هي المحسوبية ولا المحسوبية هادك شي ناس كتفهمو احنا عدنا شي ما إلا لحتي قبل قلتها قلتك أنا في المغرب ما لو غزمون الشباب كتفهم الحويس دي ما كتشدوا حد لاصبي نيغاتيف ها قلتك بباك صاحبي كتلحص لك أنا ماشي بباك صاحبي الحليب ديالي ماشي بباك صاحبي أنا غادي نقول لك ده بنتا ماللي كتكون ده بنتا مثلا ده بنتا السيئوسما ده بحنا معك عندك مشروع بغيتي تتخدم مع واحد المؤسسة كين عندك مثلا عبد الحبيد العالمي اللي عنده الشريكة وكتعرفوه خمسطاشر عام هذي وكين عندك شريكة اللي هي أنكوني وبالنسبة لك انت الكفاءة بجوجهم بحل بحال شكولي غادي تفاوري زي الشريكة؟ نعم لانك انت كتعرفني دوكين واحد الدوكري ديالتيقة التجارة كلها بنية على التقيقة واحد الدوكري ديالتيقة انت عارفني أنني ما غا نبغيش نخسر واحد الكابيطال ديال الرصيد ديال الخمسطاشر عام ديال المعرفة غا نبغي نخسره معك على هال المشروع فمتي كين حويج اللي تقاصبناها معا في الاسطواق بناتنا غا تخليني أنني أنا غادي كون عندي يعني غادي نخدر ماء أمكان أنني نجح المشروع كتابنا واحد آخر ولكن هالشي شنو أنا فادني فيه كشريكة كعبد الحمد العالمين علاقتي بك خمسطاشر عام هذي فالفكرة اشنا هي ما ننقوش ناخد الأمور بواحد السلبي وواحد المنحة السلبي حنا تناديو أنه يكون تكافؤ الفرات كناديو هالشي كله ولكن راتا هذيك العلاقة اللي هذك الإنسان مش تخدم عليها راتا هي راها خدمة فهمتي راتا هي خدمة رمشي جات وقلت بحلها كتاك فدبا أنا من اللي كلمشي كنخلي مثلا أنني نقدر نقلس الشركة عندي ونخدم على واحد المشروع مثلا نغادي نربح به اليوم وغا نمشي مثلا واحد الفينمو واحد الحادث كبير اللي فيه مسؤولين كبار وغا نطلاقهم وغادي يعرفوني ونتعرف عليهم وغا نكون معهم واحد العلاقة راتا هذيك خدمة فدبا أنا مثلا إلا كنت نشوف بعيد المادة كما شفتش قريبا هذا المشروع اللي مثلا صغير ولا متوسط اللي أنا خدم عليه اليوم وغا نربح منه اليوم ومشيت إجلس في هذا الحادث مع هذيك الناس وطلقيت مع هذيك كبار مسؤولين وقلت معهم علاقات اللي خلاتني ربحت مشروع من بعد خمس سنين ولا عشر سنين كبير فدبا أنا جي أنزي فيستي فدبا أنا جي أنزي فيستي فستتمرت الواقص دياري في واحد الحاجة اللي كتب لي أهم فدبا هذا المنطقة هو اللي غادي نقول كيف حدرت لها كما قلت قدت أول حاجة أن أنا واعي بها الواعي يعني اللي أقدر نقول هو أن الواعي بأهمية الموضوع أهمية العلاقات في الحياة الإنسان ديكور إنيت إني مرَي هذا البيت بالبا sort بحل البونجة حطيت هذه البونجة في الواحد الوسط الذي كله في الفاشلين كيف ستتمص هذه البونجة؟ ليس الفاشل حطيتها في الواحد الوسط كيف ستتمص هذه البونجة؟ كما تقولون ما تتمشى أو تقلص مع خمسة الناس مليونير تنسى أن تكون مليونير؟ لأنك الإمكانية والاحتمالية لأنك ستربح شيء أعطيك مثال من الأصدقاء كما تقولون مليونير كما تقولون الحمد لله بخير الحمد لله بخير الحمد لله بخير كما قلت لك المثال هو أن أحد صديق شاب من أكبر الشركات في المغرب في مليار هو أخر صديقنا من المشترك كان يقولون أني سأدخل لك مع أمير قوي في الخليج من الإمارات هو من الخليج من العائلة المالكة فقالوا أن أرى صاحبي وفعلا صاحبه قالوا أني سأدخل لك معه بشأنه سأدخل معنا في الكابيتاليزاسون هي الشركة لأن الشركة كتسوى مليارات فقال له مرحبا وكان وعده بواحد النسبة من ظهر هذاك صاحبي هو أنه كان وقع لي واحد من قاش مع هذاك الأمير فما بقاش دخل معاهم في الشركة صاحبي الأخر اللي كان وعده وخمداش معاه هاد القادية هو موفاش بالوعد لأنه دخل هذاك كمستثمر معه في الشركة هذاك الإماراتي اعطاه هاداك النسبة اللي كان وعده بي اعطاه علي وقلت له وعنش أعطيت يعني قال له صاحبي قال لي لا مفيها بس صاحبي قال لي صاحبي قال لي وقالتش بالضبط ولكن بس ما نقولش مهم فاصل لي مو كثير من جوج مليار تسانتي حيش بالنسبة لي هو إبسيلون اعطاه عليها صاحبي قال لي صاحبي واذا بقلت لي صاحبي وقوان التروى دينتك ووصلها 20 مليار ولا 40 مليار 100 مليار دبعنا المهم أنا غير قلت لك فدبعنا غير باش نقول لك هاد المثال تسمع جوجك مليار دبعنا أعطيتك نموذج باش تفهم هادا هادشي أنا يعني هادشي أنا كان عايشه فعليا ماشي زع ما سمعتها ولا فهمت هادو أصدقاء دياري بجوج غيرك أنا أعطيتك مثال حي بيانسي أنت ما شيف دور أي واحد غير أي عشر واحد الناس في الملاير ولكن تعرف أنك يا عشرتي واحد الخمسة كل نهار إنه معدهم واحد المستوى مالي ويجب أن يكون يحقق بنتوا حيث ولكن نحن كشباب مغريبة أنا شاب مغريبي ولد الشعب علاقة للحال شنو هي أفضل طريقة لنا باش نتعرفوا أكثر على شخصية ناجحة ومهمة بحل كالسعب الحامل مزيان سؤال زوين وكنت شكرك عليه وأول حاجة هو أن الإنسان يجب أن تكون في المكان المناسب في الوقت المناسب يعني تكون في المكان المناسب مع الناس المناسبين والناس المزيانين ومتفوش الفرصة ومتفوش الفرصة فدبا فأول حاجة كما قلتين ما تفوش الفرصة والفرصة ما اللي كتجيك أعرف أنها راجاتك وتقدر ما تعود تجيك المسألة ما كيف هموش الناس ربعا للمرات الحياة تفرص وكتقدر الفرصة تجي مرة وحلف الحياة فشوف إذا كان عندك ذاك المنطقة لا باتخو طول ومتان باتخو طول وصواغ باتخو طول ومتان باتخو طول وصواغ يعني إن شاء كنتي بشوية عليك راك ما غدرت شي حاجة بحل دا كانت تفكر كتعرف انفيديا يعني من كبار الشركة دا بتتعددت لفالوغاسون دا بتتعددت لفالوغاسون دا بتتعددت لفالوغاسون دا إنتل هادك المؤسس ديلا أنا بحالة دول اللي كنتسمع ليهم هادا شنو قال قال لي هم كان عرضوا على فحد حفل التخرج ديلا في الجامعة اللي كانت خرج منها في كوريا قال لي هم قال لي هم شوف قالوا لي شو النصيحة اللي تنصحنا قال لي هم النصيحة اللي نصحكم جريو جري حيث لما جريتيش راكي اللي كي يجري في الحياتي قال لك جري جري إما رك خايف من شي واحد غاد يياكلك ولا جري أنك تابع بغيت تاكل شي حاجة مهم خصتك تجري ما تمشيش الحياة تجيب حالك ما تجيب الحياة تعرفها تكون أكيد ما تجيش بالسهل كنتي حاس برس كتتمحن وكتطيح وكتنوض لك مثال أنا كنتقدر أنا دا باحث رات رات لي نا اه نقولوا هاك ماشي مش كالي يكسفت لي عفيتاسيو اه دي الناميكس ايا وكانت عندي خدمة أنا ماشي كانت عندي خدمة أنا مكنوش عندي الفلوز دي لوقيتها باشي جلتانج اه وخصين بات لوقيتها فلوز دي كامل حطيتهم في ليشارج أنا قاعد زي ما نقولك كامل كامل مشوا في ليشارج وماتها ريال مونتج وكدا وما وانا نقولك رابا مسالي شرا ما عندي شي خدمة وكدا وورا مكنوش عندي الفلوس باشي مشي تسلطانج اه وضيعت عليها فرصتي يعني انت لقى معا وقف الحال وقف الحال وقف الحال اه ماشي مشكلة أنا اللي نقدر نقولك هو أنه بحل دا با إلى لحتي دا باتا أنا مثلا الناس اللي بتابعيني في انستغرام مش كندير كنصباح الصباح مثلا بقى واحد لجس سوع كنقول لي همش كل يبغي يحضر معايا معالد وزير ياك كتشوف نيش حمرك اللي بقى واحد معاوزير كتحطى فاخر الدقائق علاش حيث أنا بالنسبة لي هادو كل الناس اللي غادي تحتدوا هادوك الصعوبة دي الاخر دقيقة وغايب دا جايك يجري مع شغولة تفشي حاجة لأجيل هاداك ولي محروق هاداك ولي محروق هاداك ولي محروق وعندك مدسجلية مرة أخرى لا لا نصيبت لك أنا ما عنديش مشكلة فدبانا كيما قلت لك هادي هو أنك شوف كتكون أجيل وفي فرصة مالي كتجي كتتلح عليها كتتلح بقيا بشتك تنقب دي مكان كتكتتونس دي لأنك تكون حار فمتيني محروق إلا مكان شذيك الحرورة محروق فدبانا كتبال الفرصة هادك فرصة هادك ما تقعها بدافعة فيها إما مشيو لك سنانك إما لو تشدها هذا المنطق إلا مكان شذيك هذي المنطق رأس انتبنا أن هذا المنطق يوصل لالشابه فمتيني محروق التحجمة بسهل أخذت مشي أمريكان إلا ما كانتش حار الله ما تديرها رف أمريكان ومشي أمريكان غير قناص ربزاف مشاردين وكيباته الزنق وتالفين هاتشين للإنجليز غير قناص مشاردين أنا نقول لك أنا مشيت لبزاف دول أوروبية وبالدول في العالم كتقدر تلقى تتضم أن عدد مشاردين في دول أخرى من العالم كتر من المغرب بيوتاتخ قناص مشاردين في الزناقي كتر من نبع لمرة أنا كنلاحظها لمهمة دي ملاحظة شخصية بيوتاتخ إحصائها تقدر تأكدوا ما أنا كنقول لك أي بلاصة فيها صعوبة أي بلاصة فيها فقارة أي بلاصة فيها ناس ما تطفروه وهذو كل الناس اللي ما تطفروه عندهم واحد العامل مشترك كما هذو كل الناس اللي كتطفروه وكيدر تحجف عياتهم إلا كنا هضرنا على أن الناجح مثلا بالمفهوم الماددي دينا وأنك تدير الفلوس تدير لباس فهذو كل الناس الشريف اللي كيدروا لباس رو ما كيدرواهش بالسهل ونعطيك حاجة أخرى نزيدك را كم من غني بعقلية فاقير وكم من فاقير بعقلية غني را تقدر توريط الفلوس وطبهم في 15 يوم ديالهم ولأقل وتقدرهم يكون عندك تاريال والغد تمشي تدير تروى إلا كان عندك غير هذا سيدنا عبد الرحمن بنوعوف من المليار دراس ديال الأمة بهذا التعبير ديال الزمان من اللي كان نسمح نجاف الهجرة من المكة للمدينة خلاكوش يسمح في التروى دياله كاملا يعني الملاير دياله كاملا نسمح فيهم وجل المدينة زيرو ديرهام باللي جاء كان الرصوص عن أخها بمعاه واحد الصحابي قال له هذا الصحابي قال له أنا نقسم معك تروى ديالي حيش كانوا هذك الناس كي يأمنوا بالآخرة مش بحال ندب إحنا واحد كي يكون عنده الملاير وما كيقدرش يعطيش درهام وكتلقى بالجاكوار ما علينا فدبه هو جاء قال له هك نص تروى ديالي نقسم معك اش قال له هذا الصحابي قال له مبارك الله لك في مريكا قال له لا مغيت قال له أدلني على السوق قال له وريني على السوق فينا باش مش للسوق بزيرو ديرها وكي مش بهذا عقلية الغاني شنو دار بشاء عاو تدور وحضر فلوسه دار واحد المبدأ بسيط في المالية الإسلامية هو البيع بالآجل كي يجي عندك أنت وسامة كتبيعة السبرديلات مئة درهم تيقولك الشريف أنا غنش لها من عدك مية وخمسين درهم ما نخلص ثلاثين يوم كي يبيع مئتين درهم كي يربح خمسين درهم يعودوا كان غير بياد درهم كاعدك مية وخمسين كاعدك مية وخمسين وأود دخل تروى دياله فدابا أنا علاج قلت لك طال أنا أكتر حاجة كتألمني هو أنك فنهارك ما تستافت ما تتعلم شي حاجة أنا كان مغين تعلم عارف فلوسك تجيب بوحدها الشي ما تكون معلم كتكون عندك لمهارة فلوسك تدخل بوحدها لماذا تسمع أم لكي يعني على الواليو على الواليو كتر من أنني كنقلب على الفلوس لماذا؟ لأنه أعرف إلا كنت عند الواليو وهي اللي تجيب الفلوس فيسبوك ما هي الواليو إحنا كنا مثلا في عصر كنا كنقلسو لوقيت مثلا في العربية الناس كتقدس كتقدس بلدي ديلاتي كتقد قلع شي كاملا كتقدس بجمعه وعائلة وعليه دبا في زمن السرعة ما بقاش الناس عندهم مد إمكانية إمكانية التواصل لتصعيبة لأنه الريتم يعني الريتم للحياة تزاد سارع كتر فدبا إحنا لدينا وحد البيزوان للتواصل للإنسان لأن الإنسان يحتاج التواصل جاء فيسبوك قدرتك لبات لك هذا البيزو هذا لبات لك هذا الرغبة والحاجة هذه للتواصل من العالم العواقع اللي كان عندك قبل لبات لك في العالم التيراني حيث مليك هذا الشيء نحن نزيد من ديطائيو هو أن أي واحد كجواب على الشيء والذي يقول أنه أريد أن ندير مشروع وشي ندير مشروع أول حاجة بدأ عمار رأسك لكن رأسك خوي لا تدير الشريف لا تجي بالتشريف لده بغمي لي لغاكو وغسين بغيت نعطي شورت كاست وطرق المختصرة وأنك حاول تشوف غير إذا كنت تعرف شورت في العالم الغربي حيث هم متقدمين علينا كمجتمع شورت ما هم هم وستطرطاب يطالعين وستطرطاب في المغرب السوق المغربية كفكرة تدخل تدخل ويضعها في المغرب بلغاكو هم يتجي خدام مزيان في المغرب ويضعها هناك في المغرب رمع فهمت هذا مثل ما تريد أخر أريد أن يتطلع أن أنا مثلا خبير في الأمن السيبراني مثلا كيف نقدر نلبي واحد الحاجة إما نزيد نأمن الناس في حاجة للأمن ناس أو مؤسسات وإن سهل عليهم واحد الحاجة مثلا أنا نستطيع هذه القادية وهذه هي هذه الحاجة التي لبيت على لماذا نقرر في أشبيك نقول لا العلم العلم يتجي في أشبيك ندر الأنبوردين الأنبوردين تدخل عندك شهر غير الفورماسية تبقى تسمع وتقرأ كلها أونبوردين بحالة ستقلع تدخل في الطيارة تقلع مع أشبي لتقلع أخذك أونبوردين فهذه تتعلم فيه تعلمناهم جيد هما هذك التكنيك دفون أنك تريد أنك تبيع أي شيء أنك تبيعت الحجر ما هي هي أنك الناس قبل أنك زابون قبل أنك نعود لك في الإزيستوار كنسمع نعرف ما هو البيين بوينت ديالك فين كنتتألم حيث لقصت لك هذك بلاصة الألم ديالك سنبيع لك باش مبغيت ما تقدش بدلي الفلوس التامان ولا شحال البيين بوينت ديالك ولا النيد الحاجة ديالك الضرورية ولا هذك الألم اللي أنت مألم منه عاقرك وغنحاول ندويه لك ولا نحاول لك هذك سميته هنا فين تقدر تسمع لي وغاد تقدر معي لأنك تتقيق فيي أول حاجة تتقيق فيي سيد لا يريد يستحني ويريد بيعي بيعي أي حاجة سمع لي وعرف حاجة لي ويريد بيع الحاجة لي فهي تتقيق فكتر والتجارة مبنية على التيقة لأن الاكسين داشا ولا دفنت وش هي منطقية ولا عاطفية عاطفية 90% منها عاطفية فإذا كنت غير التيقة رك رك ربحتي لدي وإذا كنت بيعتي رك 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 ما كان السؤال لك لا أنا مشيت معك وستفدت أنا أكثر مرحبا نتمنى الناس انهم يستفدوا وكنا رجع معك السعب الحميد باش منطولوش وفي إطار العلاقات الشيماية ده با غبرنا شوية على علاقات الرضائية وعلى الفيمينيزم وعلى بس الحويش كنت شفت واحد البوست ديك في انستغرام كنت في ضيافة سمو الأمير حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة جزراء إعلامية وكنت شكرتي مجهودات قطر خصوصا بالإعلام ومن يجبدنا شبكة جزراء إعلامية اللي قلتي باللي هي الأولى عربيا والأكبر عالميا من ناحية الإعلام واش كنت اعتقد بأن هناك قيود تؤثر على حرية الإعلام داخل شبكة الجزيرة وشنو بليك في دكشة وقع الصحفي المتعلق عبد سمد ناصر داخل شبكة الجزيرة أنا كنت صراحة أنا كنت بديت موقفي يعني عبر إستغرام وكنت تواصلت مع الأخ ناصر وكان شكرني على اسمته أنا كنعرف الأخ ناصر كنعرف معرفة شخصية وستق عزيز علي وفي مكان مش القاطر كان طلقا كي يجي المغرب كان طلقا يعني رجل فاضل وكان بتأخر به كاب غريبي تبار الله عليه اللي هو من الناس اللي يقفوه شبكة الجزيرة وهذ الناس في الجزيرة يعترفوه بضل قضية ومتزفت الناس داخل الجزيرة ومتزفت الناس من الكبار شخصية في قطر أنا كان عرف أن هم معجموش الحال اللي نقدر نقول لك أنا وخل أخ ناصر هو اللي قال ياد الهضراء ولكن هو كان دبكين هذا المشاحن اللي كان ما بين بعض المغاربة وبعض الجزائرين للأسف اللي ما خصتش تكون في الأصل ما خصتش تكون وقبل تحليل شخصي هو أن المؤسسة كمؤسسة الجزيرة بحل لقلتي كتر عليها هذا فهم كضغط هذي فهما الموقف اللي اخدوه يعني أنا عرف أن كان جوج دي الشخصي اللي كانوا يعني أنه يحيد هذك التغريدة اللي كان دار وهذي وارفض بيان شي لأنه بالنسبة لي هو ذا كرأي شخصي ديالو حقو أنا بالنسبة لي من حقو حتى هذك المسؤولين اللي كانوا يعني يختخذوا قرار دي العزل ديالو أنا اللي وصدني هو أنه دابا ما بقاش عجب من الحل يعني بحل لا تنادمه شوية وأنا عارف أن الأخ عبد صمد بالنسبة لي يعني كسرات فيه الداخل ديالو ما يمكن ش يرجع وخاهم يتراجع إلى هذي فالأمر مؤسف هذي هذرنا قويل هذي الشحناء والتشاحون وهادي في الدراج اللي كان كيطا كيف نحن 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 فداب المسألة هي أنها بحل هذي الناس يقولوا إنوف دات إنوف ست عدي الشرفة أجنتم الجزائرين مغربة أخويا تلعبونا البينبون تلعبونا في الجزيرة دابع ما تلعبوش للبينبون ولكن هو راح التغريد في حسابه الشخصي دابع مثلا أنت كمسؤول في الجزيرة مثلا المدير العام الجزيرة والمسؤول لتأخذ هذا القرار لأو جزائري الأصل أنا اللي عرف المدير العام شبك الجزيرة أعلامية صحفي جزائر المهم أنا عندي شخص آخر ولكن ماشي مشكلة هذا الشخص هذا أنت الشريف اللي كنت بغيت تأخذ هذا القرار كنت تقدر تكون أحكم في القرار دي كنو تدير قبل ما تأخذ القرار قد تقول لهم الشرفة نحنا عين من هذا الشيء تقول جذب بيناتكم عفاكم نشوما كصحفي الجزيرة حتى جذبات دي المغرب والجزائر حاولوا أنكم خليكم يعني بغيت يسكت هاد جهة ويسكت الجهة وليس تسكت جهة واحدة ولا تجي نهار تطايع على الجهة المغربية فهم شي لأن هل يتقول يا كين اللوبيات جزائرية كيتحكم في وسط الجزيرة ماشي كيتحكم ولكن كين ضغط دي الجانبي الجزائري اللي كان خاص مثلا هاد المسيري في القناة كان خاص تكون عندهم حكمة في التصرف بطريقة أحكم على هذا الموقف وأنهم ماشي يتخذوا موقف على جهة وحدها لا قل لي وما الشرفة لنت يا ناصر ولا إخوة المغار عفكم تقش أطاك الجهة الجزائرية ولا حاجة فيها تجاذبات ولا حاجة حساسية مع الجزائر وانتم الجزائري ما تضروش حساسية مع المغرب بحركة غادي تكون منصف ماشي غادي تجي لجيها وحدها وتتكع عليها ورجي الأخر ما تدلل لتشي حاجة فدبات شلي بحل حقرتي نحن المغاربة هذا وما حساس يحس بي المغاربة وإلا اللي أنا كان قول كما قلت هو أن شبكة الجزيرة العلاقة راقية يعني أنا كنعرف أكثر من 40 صحافي في الجزيرة شخصيا فهو ما تبارك الله عليهم أنا كيعجبني لليغونس التعامل بينتهم للأسف بحال التجاذبات ما خاصة تكون فأنا صراحة ما أمر مؤصف بالنسبة لي هل تعود ترجع تمشي عندهم أنا أنا قدر نمشي أنا ما عنديش مشكلة مع المؤسسة كمؤسسة هما أصلا أشخاص فهي كمؤسسة هي مؤسسة تحترم جاء واحد الشخص أو جوج أو مسؤول أو جوج في المرحلة عابرة وتأخذ خاطئ أو المخصوش تتخذ بالطريقة هذه فهذا ما كان فيش قاعد حسنا يعني مؤسسة عندها محرض للحسنات للأمة وقد دفع القضايا في الأمة كبيرة وقد جي مثلا واحد المرأ في الخبر وقد تخطأ فيه ولا ما تدقق فيه ونفع لقاعد الحسنات ديال أنا ماشي مع هذا طرح هذا أنا تم مع الأشخاص شاسي دي أسما أنا دابعت الأشخاص يغلط فحقين مرة أرا كنت تأخذ لي العذر وكان هو مدابز مع مرات وذلك النهار مطالع لي الدم خاسرت لأفير ديال وما عارس عند الله اللي يعلم بي صاف ينا صاحبين نفع لقاعد الحسنات ديال ومعايا أنا مكن تعمل بذلك المنطق وأصلا هذا هو النبوي ديال رسول صاحبين يتخذ لأخي سبعين عذرا سبعين وما يقلق لي بذلك يقول كوصتي معي 69 صفقات الكوحدة فهذا هذا منطق يتخذ عذرا الناس لا لا عارش الناس ما عندهم كل كل واحد في الدنيا لبالك كما كما سفتي أنني خالط من رؤساء الدول عارف أن كل واحد الله يعلم وما تخيل كل ما تكبر البوزيسيو كيف 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 فالإنسان التامس الأعضار وده بالمشكلة أنا كالقى هذه المشكلة مع الكثير الناس كيف الكثير لا يفهم أنه لا يستوعب مثلا الواتساب لدي 300 ميصاج لا يستوعب أنه إنسان يكون لديه الكثير صليصة باستخدام كيف يعرفوه أو لا يعرفوه كيف يلقون النمرة وصيف طوله ف أنا العظيم لديه المصالح الشخصية التي تضيع بهذا السببب أن على المرات لا يستطيع أن أن نحن 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 نتوح لم يتوح أن نحن في حالة صعبة وخير كيف نحن فرح بهذا القضية ولكن بالمرات الضغط ذات ما لا يستطيع أن نسائره وليس الناس لا يستطيع أظهر وإذا عاديتي من أن أعود أي طريق حيث هم فهمين كيف فهموا عائلتي كيف فهموا هاد الشي فهمتي الله يكون في العون المسؤوليات كل ما كتزاد في المسؤوليات كل ما كتزاد في الليزانجوه كل ما كيكون عندك مسؤوليات كبار وكيبقاش وقت فالإنسا قصويت فهم هاد الشي فعلا سأنا قلت لك التامس والأعذار للناس نعذره بعضياتنا ما نبقوش حنا غانتا نترسط للواحد الصحبي كنشوف أنا بحال هاد الشي ورا كنقول هانا تا بعض المؤتري ما تنك يعيطوا ليه كيقول يلا را هادي دارت معي هاد الفالطة و هادي يقول لشوفي عندك لي كلاس في غيزو سوسيو هاتي ما مصلحتك ما مصلحت هادك السيد حاولوا أنكم ترفعوا لاتشي معالي الأمور معالي الأمور يعني ما نكونوش براهش نبقاوا بالعلاقات ديالنا وهاتش يشوف أنا نقولك حاجة حنا كن هضرعوا للعلاقات أنا كيما قلت لك العلاقات الإنسانية للنسبة ليش حاجة مقدسة كنوحيد الحكمة تقولك أن أحبيب حبيبك هولا ما عسى أن يكون بغيظك يوما ما وأبغض بغيظك هولا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما فانت بعد أنك تنقى لوحد الل Stud L1 كتولي دريا شاهدته كتولي كتبغيverة وكتبغيورة تموت علي يا ناب شميح لك الشقيف ورا مش اغول يخلق ربي راجل في الدنيا كتولي تموت عليه كتولي اهدك وولي عليك وقدر تخسر مع والدي على ودلك الولد عزين كل مبادئ يقول مبادئ شوف يا رامي يقدر هذا الذي يبلك أنت ما لك يقدر يكون شيطان في صفة إنسان وغيره هو أنت باقي ما يبنش لك وتقدر الأيام تبين لك مع الوقت ونفس الحاجة كتقدر واحد مسكين مع الباقي مثلا العقل الصغير ومثال هانت كتبالي شو أحد يقول هذي صافي هذي هي ولا نموت كما خلق أربي ذيك زوينا ركين وحد أخرى زوينا ها مش شو يعليك فمتي فغيره نقولك التوسط شوف سبح الله عندنا هالدين في واحد المبدأ كبير شنا هو الوسطية والاعتدال وكذلك جعلناكم أمة وسطة ماذا؟ هل نحن في المكة في الاكسترميزم في أي شيء ممزيناش أي شيء فعليه أي مثال وسأقولك أنا الاكسترميزم فيه ممزيناش حل الفيمينيزم حل الفيمينيزم دابا فضولة في الاكسترميزم حتنظر بالشيء بالنسبة لي لي هذي كان هناك في الاكسترميزم بالنسبة لي الموقف دوري أنا واضح وبين نحن كانت مغربيات شريفات مغربيات شريفات مثلا السيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان يأخذ البيعة من عد المرات أبو سفيان قال لها بيعيني على أنك لا تزنين ماذا قلت لي هي؟ قلت لي أولا تزني الحرة بالنسبة لي يدر الحماق قلت لي وش أنا حرة ونزني ما ترضاه شادي شي رأي كانت كافر هذه الساعة ما كان هدرولي على إسلام لا تشي حاجة يعني غير بالعزة النفس دياله هي كحرة نزني لا هما المبدع الوسطي كما كان قلو الفيميليزم مش هي كي طالبوا بأنهم يمارسوا الزنا ولا يمارسوا علاقات رضائية هما كي طالبوا بالمساوات بين الجنسين عدوازة ما اللو بجنسين تجلد المساوات السمان كيقولوا أن الحقوق اللي تعطى الرجل تعطى تل مرأة بحال 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 هاتف الحقوق وإحنا رأينا كلنا متساور في الحقوق وفي الواجبات هذا لا في الولايات الأبناء مثلا العلاقات الرضائية مليك تقولي أنت علاقة رضائية شنو كتفهم منها أنت لا أنا ما كنتقول لكش علاقة كنتقول لك هو دي المبدع الوسطي دي الفيميليزم مش هي كي دافع أو كي طالب حريات العلاقات رضائية وإنما كي طالب بالمساوات بين الجنسين يعني بين الرجل والمرأة هذا هو المبدع دي المبدع كي من بعد بداو كي ما قلتي لكسخيميزم دي الفيميليزم بداوك يخرجوه مظاهرات دي الإعراض واخر إلا كان تعريف دي الفيميليزم ما سيدي أوسامة هو أنه بغينا المرأة والراجل يكونوا متساوي في الحقوق وفي الواجبات أنا غنقولك أنا فيميليست صافي؟ أما إلا كانت شي حاجة أخرى أنا اللي كنشوف كنشوف أنكي بناتك تقولك سيدي أنا بغيت العلاقات هذا هو الإكستريميزم واخر أنا هاد الإكستريميزم ما سيدي دي الفيميزم أنا ماشي معه أنا تنقول أن المرأة وكي أنت كالطلب مساوث بين المرأة والراجل في الحقوق احنا الدين دي نمساوي بيناتنا في الحقوق الواجب ماشي العدل؟ يعني بيصير العدل ما شو أنا متاخدنيش في اللتاغ من نراني تيكنيك أنا أعرض أنجينيور فدب أنا تصحب بياعنا تتحب الأغلبية دب اللي غيرت رجل الحلقة دبعي يشوفوا اللحياة وقدروا يقولك آه هذا جاب لنا شي شيخ شي إخواني شي كده أعرض أنت كي دي بعض الناس اللي متعصرين كي كسبوه من هذا النوع من التعالق لا أنا دب أشوف أنا بنسبة لي سامبل في حياتي أنا نقولك المنطقة ديري في حياتي إلي تخيي سامبل دبا الرصوصة عسمك ندير للحياث أنا دي روحة شوية للحياث ماشي خيب أزوين هكاسبيني زوين قد أمونا عيشة قد أقولك هكذا جمال رجالها بالليحة كي مزاف الناس ببوكسين بالحياث عباء فأنا بنسبة لي هذا مسألة بسيطة ما نقوش نشوفوا الكادر نشوفوا الكونتوني لأن أنا بنسبة لي الكادر أوي سيبيا أنا بنسبة لي أنا كموسلم مزيان أنا يبان بهذا السمت الزوين أنا بنسبة لي مزيان أنا جشوي أليس كونسا داكو غير أنا كما قلتك باش نعطاك خلاصة القول في هذه القضية أنا بنسبة لي المغربية تشريفة الحمد لله وما نرضاش كما ما نرضاش لاختي أنها تمشي تزني ولا ممي ما نرضاهاش لشي مغربية ما نبغيها فأنا نقول لها عزيزين نفسك زعم ما الحمد لله شوف أنا كي نحن نقاش كي بالي بعدها مهم خصوية دا داكو تقول كتجي وحدا كتقول أنا سمعت دي فيديوخة ما متبعش الصراحة لغيزة والسوسي والله ما عندي الوقت ما متبعش بزيف كي طلع لي مرة مرة شي كلاس ولا كي سيفتو لي المتابعين ولا هادي شي وحدا كتقول لك سيدي شنو كتقول مثلا شي وحدا كتقول لك أنا لا أنا مثلا نمشي مع واحد الطار وخنت عرارة من حقه شي بسني ولا هادي أنا كننقول لك أنا بنسبة لي أنت هاتي بنت أنا ما عارفش كون اي والله ما أنا غير كوصلني بحلقة شي حاجة حضرتها دابا ديرا نضادر والله ما عارفش ما عقلش هذه كرابة شي ضحكة والله ما عقلت شرحات قلت لك زي ما وخن كون ريانك قدامك تلعطيك زي ما الموافقة عاد تمارس معي الجينس وش تلعطي أنه إذا حضرت شهو غاب العقل واراب والله ومن غير هاد الشي قلت لك سينو وخن تعرم منك وأنا ما بغيت شهو تتم اغتصاب ويقدر يكون اغتصاب بزوجي داب وخن وانت هي كمسلمة انت مسلمة بعده إلا كنت مسلمة الله أهلا والله واش الله مو يمو يمحنا كن هدروحنا كن مغاربة المعظم المغاربة مسلمين والمغربيات مسلمين إلا كنت بعده أنت خستك تعرفي إلا كنت ليدونتي تديالك أنت مسلمة فمسلمة الشريفة رحرام عليك أنك تختاري بذلك الراجل والصدار قبل أن تكون له علاش لأن الله عارف الله اللي خلقنا هو اللي عنده السيسام دينا البروغرام دينا كيفاش ديرين عارف نحنا لقلسناه راجل ما خلاه رجل بمرأة إلا كانوا الشيطان وتريته هما فأنت يمكنك إذا بنتي بغيت تدري للميت اللي ربي اللي خلقك عارشنا وللميت اللي خلقهم يدارو وانتي يمشي تختارق تلك اللي لميت وغيت حطي الضوط خليميز ما أنت فهم حسن مثل ربي اللي خلقنا أنا بالنسبة لي أتشارك تخرج فده بشوف اللي نقولك أنا النقاش إحنا كبشر محتاجين محتاجين عندنا واحد الغرائز محتاجين لتلبية هذه الغرائز ولكن هذه الغرائز خصما عوض أنا نقوله أنا حضرت لقاءات في مستوى عالي وكانوا مسؤولات كبار وهادي لما نقول لك شكونا هم قلت بك واي مسكينة تلك الجن ما خدانش ما عندش الفلوس واشنو يمشي حماق وخصومة أنت هو يربي الرغبة ديال وكيفش يدير حماق أنت حنينة فيه وانت حنينة في قلبين يمشي يدير أسرة ويتستر ويبقى ترونكين ماشي يمشي يفسد ويجي بغدى الزينة ويقوله عندنا هذو كل النساء العازبات أجوا أنتم مالي فيكم احنا دا في إطار العمل الجمعوي عفتش حال ديالنساء العازبات حال ديالنس كي يلوحول وليدات ديال عبنات كي يلوحول وليداتهم في البوبان في المغرب واشحنا دا بنتي يبغي تتحول المشكيل علاش شي من اللي كتعوجها من اللي كتبيرها ودني كتبلي كل شي يتيعواج دا بربيت يقولك هط ثرات المستقيم وانتي كتبقيت تفهمي تتعوجي كل شي الشريف عارفين احنا الشاب والشابة ما رأيته كما قال الرصوص كما رأيت أصلحة الشاب والشابة من الزواج من النكاة لأنه دا بها عنده رغبة فهذا بس سامبل شوف هذك بالحكس انت خدم على التمكيل الاقتصادي خدم هذك الشاب ولا قرره ولا خليه يتابع شي حاجة فيها الفيدة يدير مشروع دياله ولا يبدأ حياته وانت عندك مشاريع ولا كنت تحتم على مشاريع هذه الرؤية نحن نحل المشكلة من الجذر ماشي نديره حل عوج نحليه هذك الشاب بقى فيك نحليه بشي يفسد وهذك الشابات تفسدها موقع لباوش الشهوات في خمسة دقائق ولا نساعة ومن بعد رقدرتي مشكلة اجتماعية الشريفة هذك مشاه رب على هذك السيداء هو راجل ذكر ماشي راجل لأنه كل راجل غيتحمل المسؤولية دياله تكر عاديم المسؤولية وهذك البنت مسكينة مشات غتقدر تنتحر شح المحدة انتحرت لقات رأسة حاملة انتحرت ما قادرت ترجع عدوالي ديها ولا غادي تمشي غادي تلوح هذك الولد الضحية مسكين هذك البيبي هتلوحه في صندوق القمامة ولا غتتخلى على هذك الولد هذك الولد غاديكبر في الخيرية إلا لقى الخيرية وكان عنده الظهر ولا لقى اللي غيتبناه غيكبر معقد مسكين هنتي درتيه مشكلة جماعي في كتير أوصار شح من الحاجة أما حسن هذ السيناريو اللي كتنادي به انت كفيمينيست قدير راسك فاهمه تقولي العلاقات الرئيضائية وهذا الشي في لغا تصرد علاقات الرئيضائية لا ولا نعتقنا سيناريو آخر اللي قال لنا سيد ربي سير الشريف انت هذ الجن صبر شوية قرأ زين راسك يو دير شوية حلس نقوله زين راسك خدم ودير أخويا دير شخ ديمة تستربيها راسك وتقدر تستربيها بنت الناس معاك ولذيك بنت الناس كنت يبدأ مع علاقة الحال وتعاونوا على الزمن وتبنيوا حياتكم وولدوا في الحلال وكبروا وذيك الأسرة وتكون أسرة زيانة وغادي بالأخلاق وهذه وانت عندك مجتمع اللي في حد لوليته وغادي كبر لأنها إلا تهدمت الأسرة مشارك المجتمع إلا مشارك القيام إنما الأمم أخلاقهم ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا واش أنت بغيتي شنو السيناري يبالك السيئوسام يلا أخوذ بوقف هكا ونهكا فأنتي رأى أمور واضحة شوف رأى بنادي بعد المرات من يبقى يبغي يدير مشيط الغرب ومشيط النعامة والحمامة يتلف بيناتهم الشريفة أنت كفي مينيست ولك تقولي في مينيست لهذه ما تشو حدا تسخلك راسك وتلفك على القبلة القبلة راييرك عبوا لا تسخنع لك راسك سير انتشيرها المقبرة شوفي شيء قبرة محلول بحركة وغاي برادك راسك قاعدك الضبابة اللي عندك في راسك غاتبرد الأخرها موت قاعدك أنت تحمق قاعدك أنت تدعي للفتنة ودعي للزينة ما اسميتها كين إما الزينة إما كين إما الزينة إما الحلال كين شو تحوي قاعدك تألفها وقديري للضبابة عادي كين شوف أنا كيوسموني بعدها كين قاعدك أنت نضحك زعمانة دبا أنا عارف بزر زي أصحابي قرابلية تقولون بغاية سيفتولي شي حدا سيفتولي شي حدا سيفتولي شي حدا نضحك بها كين سيفتولي شي كين قاندحك ربما شوف ربي شوف أنا سي سامبل أنا أنجينيور دو فورماسي ودوك أنا كنخدم لها لوجيك وقد أناليزي دبا مثلا نيوموتورز وما هي اللي صلاح الملكي يصنع التموبيل يحبط الكاتولوج للتلجاة هل من يشري يريد أن تخدم التموبيل لتلجاة هكذا سوف تشعل البطنة منها وإنها هو أحسن واحد ميوب بوزيسي يكونه أنه يعرف كيف تخدم التموبيل فإذا ربي لك أنت تأمن أن الله الذي خلقه كنتم مسلما ربي اللي حط لك هل سوف يكون أفضل سيناريو هو دوار تخربقي فإذا أنت تخربقي وإن تخلقي مع ماذا وإن نرى بلاد إمارة المسلمين وإن إمارة المؤمنين وإن بلاد مسلم فإن نحن 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 سوف تخرج في الهضراء سوف تخربقي وثم أنا أقول تبارك لله أنا بزف دي فام دي فام دي عارفوني وكان عارفهم وكان احترامهم سيدات أعمال ناجعة في حياتهم قاع ما عندهم الوقت لهذا الشي وكنت بحل أنت عندك هذا الوقت وانت تقول في مين سواتي تبين المكان ذي المرأة وأجي الشريفة دخلي معنا البيزنس ودري حاجة وشي امباكت بوزيتيف خدمي يدك الشباب اللي بقوا فيك مساكن تقول يدير الامباكت كاينين كاينين وانا بأسر نقول ركيين أنا كان عرفهم وكان عرفوني وكان احترامهم وإعزاز عليها فأنا كان نقول لك شوف يكون في حواج معالي الأمور أجي وخده في حواج أجي كري لغي المغاربة عيش وتم مستعدة مع مغرب والأمور سيكون مزيان لكي تريد تحرس المجتمع بحركة فأنا كري البرز وفتاتك تربح على حساب الشي اللي لايك وقاله في اليوتيوب كيف ركز سيد حميد بارك الله عليك شكرا الفريق تصوير شام وريضا وشكرا الفريق المونتاج توفيق الحياني ونتمنى ونشوفوك مرة أخرى إن شاء الله حلقة أخرى مرة مشتوعة شكرا بكرا بسيطة حميد بحيان